بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرحبا بكم أبنائي طلبة جامعة العلوم وتكنولوجيا دارسين بالنظام التعلم عن بعد في برنامج الإعلام في أقسامه الثلاثة للاعوة التلفزيون والصحافة والعلاقات العامة مرحبا بكم في هذه المحاضرة الرابعة والأخيرة من سلسلة محاضرات مقرر الإعلام الدولي والعربي سيكون إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة تتضمن من خلال هذا الكتاب كتاب الإعلام العربي الدولي والعربي مؤلف من قبل الجامعة وسيكون الحديث إن شاء الله تعالى حول أو عبر وحدتين إن شاء الله في هذه المحاضرة كما اعتدنا سابقا أننا نتحدث في كل محاضرة عن وحدتين حيث أن الكتاب تألف من ثمان وحدات وسيكون لقاء هذا اليوم من مشاعة الله تعالى حول الوحدة السابعة التي تتحدث عن الإعلام العربي الدولي الإعلام الدولي العربي والإسلامي ثم الوحدة الثامنة التي ستتحدث حول أدوار ومشكلات الإعلام الدولي فلنبدأ ببركة الله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله ونبدأ بالوحدة السابعة وهي الجزء الأول من هذا اللقاء الإعلام الدولي العربي والإسلامي هذه الوحدة أبناء الطلبة هدفنا فيها بشكل عام أن نقدم نقدة عامة عن الإعلام الدولي والعربي في إطار الإعلام العربي والإسلامي الإعلام العربي والإسلامي في بعده الدولي في بعده الدولي نتعرف حول نشأته وماهيته وامتلاداته وسائله في هذا المجال وبالتالي كانت هذه كما ترون أمامكم في هذه الشاشة الخريطة الذهنية للإعلام العربي والإسلامي في إطاره الدولي أو في امتداده الدولي تتكون من هذه الوحدات تتكون من هذه الأجزاء الجزء الأول نشأة الإعلام الدولي العربي والإسلامي وفيه يكون الحديث حول مدخل عن الإعلام الدولي العربي والإسلامي ثم بدايات الإعلام الدولي العربي والإسلامي ثم الجزء الثاني من هذه الوحدة بمشيئات الله تعالى يتحدث حول مشكلات وحلول الإعلام الدولي العربي والإسلامي هنا نتكلم حول مشكلات وحلول للإعلام العربي والإسلامي في بعده الدولي وينقسم إلى جزئين مشكلة الإعلام الدولي العربي والإسلامي وكذلك الحلول المقترحة ثم في الجزء الثالث من هذا المقرب سيكون الحديث حول الصحافة الدولية في البلاد العربية والإسلامية ويكون الحديث فيها عن الصحافة الدولية العربية والإسلامية وعن نماذج من هذه الصحافة في بعدها الدولي سواء كانت هذه الصحافة صحف عربية أو صحف إسلامية يعني الصحف في البلاد الإسلامية أو الدول الإسلامية بهذا المعنى عندما نتحدث عن إسلامية في درسنا اليوم هو حديثنا حول عربي وإسلامي بمعنى الدول العربية والدول الإسلامية العالم العربي والعالم الإسلامي بواقعه الجغرافي ثم يكون الجزء الأخير من الجزء الأول من هذه المحاضرة يتحدث حول التلفزيون الدولي في البلاد العربية والبلاد الإسلامية فنتوكل على الله ونبدأ في التلفزيون الدولي سيكون حديث عن التلفزيون الدولي العربي والإسلامي أهم التجارب التلفزيونية أجهزة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي واقع الفضائيات العربية والإسلامية بكل تأكيد أن زمن ومساحة المادة لا تعطينا الفرصة في أن نتعمق وليس من هدف هذه اللقاءات أيضا التعمق وإنما الهدف من هذه اللقاءات أن نقف على مهمات الأمور في المقرارات ثم بعد ذلك نترك للطالب جهده وتعلمه الذاتي والفردي ليقوم بقراءة الكتاب والاستعانة بهذه المحاضرات في فهم الكتاب ثم أيضا ما يمكن أن يكون من أسئلة أو إشكالات نوضحها إن شاء الله تعالى في إطار لقائنا الأهداف أو المخرجات المتوقعة لهذا اللقاء ستكون أو هي وهذا ما نتوقعه بمشأة الله تعالى أنك بعد سماعك لهذه المحاضرة وقراءتك أيضا لهذه الوحدة في الكتاب ستكون قادرا بمشأة الله تعالى على أن يكون لديك قدرة في وصف الإعلام الدول العربي والإسلامي تستطيع أن تذكر ما هي هذا الإعلام والأمر الثاني أن تبين واقع الصحافة الدولية العربية والإسلامية وتضرب أمثلة من بعض النمالج لها ثم كذلك أيضا الهدف أو المخرج الثالث المتوقع بمشأة الله تعالى أن يكون لك أيضا قدرة بعد هذه المحاضرة في مناقشة تنظيم الحديث عن الاستعمار الإلكتروني الدولي وتقنياته وأهم مشكلاته وأثر ذلك على المجتمعات الإسلامية هذا كأنه فاتنا في الدرس الماضي وبالتالي سيكون الهدف الرابع هو تحليل مشكلات الإعلام الدولي العربي والإسلامي ثم الهدف الرابع مناقشة حلول مشكلات الإعلام الدولي العربي والإسلامي فإذن هذه هي المخرجات الأربعة فقط كهداف مخرجات أساسية لهذا اللقاء بمشأة الله تعالى طيب نعاود بمشأة الله تعالى ونستعرض نكمل بعد هذه المخرجات المتوقعة لك إن شاء الله تعالى نضع في البداية كالعادة بعض المصطلحات حتى يتيسر لك أثناء الدرس والسعي فيه أن تكون لديك معاني هذه المصطلحات من ذلك على سبيل المثال نموذج الإعلام العربي والرسمي من ذلك نموذج الإعلام الحديث والخاص من ذلك منظمة التعاون الإسلامي ما هي ما الذي نعني بها منظمة إذاعة الدول الإسلامية ما هي وما نعني بها اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي وما الذي نعني بها فنموذج الإعلام العربي الرسمي ما هو هذا النموذج هو عبارة عن النموذج الرسمي للدولة يمثل النخبة السياسية الاقتصادية التي تتحكم في إنتاج الخطاب الإعلامي الرسمي للدولة ويقوم على مبدأ تمثيل الجمهور والنيابة عنهم باعتبار أنه يعبر عن الجانب السياسي لهم والدولة الممثلة لهم وبالتالي هذا هو نموذج الإعلام العربي الرسمي بمعنى الإعلام الرسمي نموذج الإعلام الحديث والخاص هو الإعلام الأهلي هو نموذج سهمت التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في تشكيله هو نموذج لا مركزي بمعنى لا يتبعوا لفقومة وإنما يتيح للأفراد جماهير المجتمع أن يوجد شيء من هذه النماذج الإعلامية لإسهام بها خاصة عندما انتشرت التكنولوجيا والإعلام الإلكتروني بشكل كبير وكذلك حتى في إطار الإعلام الفضائي الإعلام الإذاعي وجدنا والصحف وجدنا هناك الإعلام منهما هو إعلام رسمي ومنهما هو إعلام خاص منظمة التعاون الإسلامي هذه منظمة تعتبر أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة على اعتبار أن أعضاءها كثر يصلون إلى 57 دولة وهذه هي الدول الإسلامية متوزعة على أربع قرات تعبر أو تعتبر منظمة الصوت الجامع للعالم الإسلامي الصوت الجامع للعالم الإسلامي وهي منظمة في الأهمية بمكان لو تم تفعيلها خاصة في وقت هذه الأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية سيكون لها الدور الكبير من ضمن المنتجات ومن ضمن المخرجات لهذه المنظمة كان هناك طبعا ما يتعلق بالمجال الإعلامي خصص له مجال في إطار منظمة التعاون الإسلامي وزراء الإعلام العرب وفي إطار هذا الجهد نشأت منظمتين أو نقول جهازين دوليين جهازين دوليين إعلاميين الأولى كانت عبارة عن إذاعة إذاعة الدول الإسلامية وهو جهاز دولي متخصص ومستقل يجمع إذاعات الدول الإسلامية ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي بمعنى أن هذه الإذاعة هي إذاعة جامعة للدول الإسلامية على اعتبار أنها تعبر عن الدول الإسلامية كما سيتضح لنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك أثناء الحديث عنها ثم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي فهذه الوكالة أيضا هي من ضمن الأجهزة التي نتجت عن منظمة التعاون الإسلامي في إطار الوكالات وكالات الأنباء إذن لدينا نستطيع أن نقول كمجتمع مسلم أمة مسلمة عالم إسلامي في إطار الإعلام لدينا منظمتين منظمة إذاعية ومنظمة وكالة أنباء ولو تم تفعيل هذه المنظمتين وأضيف إليها أيضا غيرها لكان لهما شأنا وشيئا كبيرا في إطار في إطار الأثر الإعلامي الذي يمكن أن يمكن أن تقدمه وسائل الإعلام للأمة الإسلامية والعالم الإسلامي طيب إذن هذا ما كان بخصوص يشبه خصوص المقدمة للمفاهيم التي يمكن أن يكون الحديث عنها بهذا القدر ويأتي التفصيل لها إن شاء الله في إطار الشرح طيب إذن نحن كنا نتحدث كنا نتحدث عن هذه الشاشة الحديث عن مصطلحات مصطلحات تحدثا عن المطرقات وأشرنا إليها وتحدثنا عن قائمة بالمصطلحات قائمة بالمصطلحات حتى تكون مقدمة لفهم الدرس إن شاء الله والوحدة طيب نواصل ننتقل اللوحة الثانية والشريحة الثانية كده عوامل التحول إلى الإعلام البديل الحقيقة لو وجدنا الإعلام العربي الدولي العربي والإسلامي الدولي لو وجدنا أنه هناك كان تحول كبير لهذا النوع من الإعلام العربي والإسلامي فيه بعده الدولي ارتبط بشكل كبير في إطار في إطار التحول إلى الإعلام البديل عندما تقدمت التكنولوجيا تيسر بعد ذلك الانتقال من الإعلام التقليدي إلى الإعلام البديل والإعلام الجديد كان ظواهر ومظاهر الإعلام الدولي للأمة العربية والأمة الإسلامية أكثر مما كان سابقا وهذا سيتبين لنا إن شاء الله أثناء الشر لماذا لماذا هذا التحول كان في هذا الزمن لأن التحكم في موضوع الإعلام الرسمي ومنعه للإعلام الجماهيري والإعلام الأهلي في فترة ما قبل التكنولوجيا والانتقال للإعلام الجديد والبديل كان تحكم شديد وكان في الجملة وسائل الإعلام الرسمية من الصحافة من إذاعة وتلفزيون من يعني إذاعة وقنوات كلها كانت في إطار الدولة والدولة كانت في إطار أكثر ما يهمها مقاطبات جماهيرها الداخلية ولم يكن هناك التوجه أو للإعلام الموجه الدولي اهتمام كبير لديها اهتمام كبير لديها عندما كسرت هذه القيود القيود المحلية من حيث أنه بالإمكان أن ينشئ المواطنون والجماهير قنوات ووسائل الإعلام الدولية أو حتى محلية خاصة بهم كان هذه الحالة سبب في خروج إعلام دولي أكثر من الإعلام الدولي الرسمي ورأينا أن كثير من القنوات الأهلية ذهبت فاستاجرت في الأقمار الصناعية خارج دولها العربية حيث كانت تمنع في دولها العربية وتضطر أن تستأجر من قمر صناعي في دولة أخرى وتنقل مكاتبها إلى تلك الدولة أو تنشئ لها في إطار مدينة إعلامية فأي دولة من الدول حيز معين بحيث ترسل موادها إلى هناك ومن هناك يتم الإرسال والبنك هذا ساعد كثيرا نتيجة القيود أن يحدث هذا التحول في الإعلام العربي والدولي إلى البعد الدولي الإعلام العربي والإسلامي إلى البعد الدولي ومع ذلك ظلت الحقيقة لا بس أن نشير إلى أن هناك مشكلات ومعويقات حقيقية لوجود إعلام دولي على البعد العربي والبعد الإسلامي من هذه المشكلات التي ما زالت تعاني منها دول العربية أو حتى بعضا منها دول العربية أو ربما جلها وكذلك الدول الإسلامية أول شيء القطرية وهذه القطرية على اعتبار أن كل قطر أصبح دولة قائمة بذاته علاقته بالدول الأخرى الإسلامية وعلاقته بالدول العربية كعلاقة دولة بدولة أخرى لا تفرق كثيرا جدا وبالتالي كان الجهد هنا جهد قطري فلما يكون جهد على مستوى القطر والدولة سيعجز سيعجز عن أن ينافس الإعلام الدولي العالمي وبالتالي ظلت الجهود ظلت الجهود في إطار في طور الجهد البسيط العادي في إطار القطر الواحد والقطر الواحد كما قلنا أيضا حتى بعده الدولي ربما لم يكن حاضرا لديه وبالتالي ظل في إطار الإعلام المحلي طيب القدسية أيضا هذه مشكلة ومعوق آخر من حيث أنه أعطي للإعلام الإعلام الإعلام الخاص الجماهيري قدسية أخرى بمعنى أنه كأنه من من اختصاصات الدولة وبالتالي أخذ هذه القدسية بمعنى لا يحق للجماهير أن يكون لهم دور في التوعية في التوجيه في الناشر أو ما إلى ذلك وهذا طبعا يتفاوت من دولة إلى أخرى ومن زمن أيضا إلى آخر ربما الزمن الذي كان غير زمنا اليوم كان القدسية أشد يعني كما ضربت مثلا كنا لا نستطيع نرى قنوات مثلا إلى الفضائية اليمنية وننتظرها من الساعة الساعة التاسعة مثلا على سبيل المثال وهنا لا بديل لا بديل على سبيل المثال إلا هذا لماذا؟ لأنها أخذ هذه القدسية وإذا رأينا سلسلة وعودنا تاريخ نشأة الإعلام في الدول سنجد هذه القدسية مشت فأخذت في بعض الدول فترة طويلة وفي بعضها فترة قصيرة وهكذا الرسمية أيضا أشرنا إليها سابقا وهي موضوع أنه هذه الوسائل مرتبطة بالحكومة الرسمية وبالتالي لأنها تعبر وتوجه جماهير ولا يصح بحسب النظرة أن تسلم لغير السلطات الرسمية وهنا أخذت هذه الوسائل وسائل الإعلام الرسمية على المستوى المحلي فضلا عن المستوى الدولي فضلا عن المستوى الدولي وبالتالي أيضا تأخر الإسهام إسهام الدول العربية وإسهام الدول الإسلامية في البعد الدولي للإعلام بسبب هذه القيود والمشاكل كذلك أيضا الوحادية إن نجد أن العالم يتجمع ليس على مستوى حتى الدول حتى على مستوى المنظومات الإعلامية كوكالة أنباء كاتحادات وسائل الإعلام أو ما إلا ذلك أصبحت اليوم الشبكات الإعلامية كما درسنا في الدرس الماضي الشبكات إعلامية أصبحت نستطيع أن نقول الإمبراطوريات إمبراطوريات يصل ثمن وسعر رأس مال هذه الشبكة العملاقة كما رأينا يصل إلى بلايين الدولارات يعني أكثر من موازنة الدول اضطرت هذه المؤسسات الضخمة الكبيرة أن تتجمع فيما بينها وتؤسس هذا الاتحاد وهذه الشبكة نحن في إطار جهد الإعلام العربي أو الواقع العربي والواقع الإسلامي في الدول العربية والدول الإسلامية ما زالت وسائل الإعلام حتى بعيدا عن رسمية تحدث عن وسائل الإعلام حتى أهلية على سبيل المثال لم تتجه إلى عملية الاتحاد وتشكل شبكات واتحادات معينة قوية تستطيع أن تجمع جهودها وأن يكون لها أثر في إطار الإعلام الدولي والإسلامي ثم أيضا السلطوية وهي طبيعة الحكم في الدول العربية والإسلامية لأنه كما تعرفون الحكم السياسي إما حكم سلطوي أو حكم شوروي أو حكم انتخابي يعني إلى غير ذلك المقدار الحرية في مسألة الاختيار الشعب والناس لحكامهم تتفاوت ما زالت إلى حد كبير السلطوية أثرت بشكل كبير جدا على دول العربية ودول الإسلامية وكانت سواء كانت هذه السلطوية حقيقية أو ظاهرية فهناك دول تدعي الحرية على سبيل المثال لكنها في الأخير نظامها سلطوي والانتخابات شكلية وبالتالي لا تفرق كثيرا عن موضوع الحكومات السلطوية أو الوراثية على سبيل المثال ولكنها تختلف في طبيعة الشكليات الظاهر بأنها تمارس الحرية لكنها في الأخير تزور مثلا عن سبيل المنتخابات وبالتالي كأنها أيضا سلطوية بالمعنى الحقيقي إذن هذه المشكلات بعضها ليست مرتبطة بإعلام بشكل مباشر وإنما مرتبطة نحن نتكلم على واقع إعلام دولي في إطار الأمة العربية والأمة الإسلامية هذا الدرس اليوم موجه إلى هذه القضية بالذاتة الوحدة السابعة تتحدث عن الإعلام في الدول العربية والدول الإسلامية في بعده الدولي في بعده الدولي فهذه أثرت سواء كانت مباشرة بالإعلام أو كانت بشكل عام على مستوى الدولة وهناك ترابط الحقيقة في الحياة بين القانب السياسي والاقتصادي والثقافي والإعلامي كله يؤثر على الآخر بكل تأكيد إذن هذه أهم مشكلات ومعوقات الإعلام العربي قطرية قدسية رسمية وحادية سلطوية طيب لننتقل إلى أهم الخصائص السائدة في النظام الإعلام النظام الإعلام العربي والإسلامي أهم الخصائص في النظام الإعلام الدولي وليس المحلي الإعلام أهم الخصائص للإعلام الدولي في طار الدول العربية والإسلامية أن هناك تشابه في السياسات الإعلامية العربية تشابه في السياسات الإعلامية العربية وهذا التشابه يجعل نمط وخاصة إذا كانت السياسة محدودة ومقيدة وليس لذلك البعد الاستشرافي بأن يكون لها التأثير الكبير على مستوى الدول والأثر على المستوى العالمي ستكون هذه السياسة مقزمة وبالتالي أن تتوحد هذه السياسة وتعمم على مستوى الدول العربية والدول الإسلامية تبقى الكارثة أكبر الخروج عن هذه السياسة أيضا في مشكلة يعني كما خرجت على سبيل المثال بعض الدول وخرجت عن سياسة الإعلام العربي والدولي مثلا على سبيل المثال قناة الجزيرة بعض القنوات التي خرجت عن هذا الإطار على سبيل المثال شكلت تحدي ووضع غير طبيعي بالنسبة للسياسة الإعلامية بالنسبة للدول العربية والدول الإسلامية إذن هذه التشابهة هم الخصائص أن هناك سياسات إعلامية للدول العربية متشابهة هذه النقطة الثانية النقطة الثانية هيمنة الدولة على الهياكل المالية لوسائل الإعلام يعني اليوم على سبيل المثال ما زلنا في بلادنا الإعلامية في بلادنا العربية ولعلنا أشرنا أو نشير لهذا العالم على سبيل المثال خرج على اعتبار أن الإعلام قضية جماهيرية أكثر من قضية الدولة فخرج إلى إنشاء هيئات مستقلة ليس وزارة تتبع الدولة هيئات مستقلة لا تتبع الدولة قزك كوزارة وككيان مثل أي وزارة من الوزارات وإنما خرجت من هذا النطاق إلى نطاق جماهيري مجتمعي بمعنى أصبح يمثل المجتمع أكثر من ما يمثل الدولة وبالتالي عليه رقابة له نسبة معينة من اقتصاد الدولة يقططع لهذا الجزء هناك أيضا وسائل مالية أخرى من خلال الاستثمار وغير ذلك ما يجعل هذا يخفف من هيمنة الدولة ويكون له شيء من الحرية في هذا المجال ولعل قطر أيضا كانت من السباق الحقيقة عندما فصلت وأنشأت هيئة الإعلام خارج أيضا من الوزارات ورأينا أنها الأثر المباشر على الأثر الإعلامي العربي الداخلي وحتى الخاتجي التبعية الإعلامية على مستوى المضامين والأشكال التبعية الإعلامية على مستوى المضامين والأشكال يعني هناك شيء من التجمد مضامين وأشكال تكاد تكون موحدة فيها تبعية بشكل كبير جدا أيضا للنمط الخارقي حتى للأسف على المستوى السلبي النمط التبعية الإعلامية اليوم حتى أصبح الإعلام العربي والإسلامي في بعده الدولي يمارس بعض المضامين والأشكال التي هي أيضاً تبعية للإعلام الدولي ويستقي من الإعلام الدولي ويكرس بعض المفاهيم وبعض المصطلحات وبعض أيضاً الآراء والتوجهات والرأي العام نتيقة أخذه وتبعيته لهذا الإعلام الدولي العام وهذا أيضاً فيه قدر كبير جداً من الأثر على الجماهير ولكنها خاصية موجودة بشكل عام التبعية اليوم من ضمن الإشكال الكبيرة التي تعاني منه الأمة العربية والأمة الإسلامية في موضوع الإعلام الدولي بل حتى في الإعلام المحلي وبالتالي سنجد كثير نسبة كبيرة من البرامج تتفاوت من دولة إلى أخرى تجد أن الدولة تأخذها وتشتريها من الخارج تشابه الخطاب الإعلامي وفي مقدمة ذلك على سبيل المثال الأخبار الأخبار التي تهتين عبر وكالات الأنباء المحلية التي هي لكل دولة وكالة أنباء رسمية هذه عادة تكون مرتبطة في الغالب بما ذلك وكالات أنباء دولية وكالات أنباء دولية وتستقي أخبارها منها لماذا؟ لأنها غير قادرة تمام بجهودها الفردية ربما تكون غير قادرة أو ليس لديها توجه يمكن أيضا قد تكون لديها قدرة كدولة لكن ليس لها توجه في الدخول في هذا فليس لها القدرة أن تصل إلى الخبر في كل مكان وبالتالي تروح تشتريد على إيش يعني حدث قضية مثلا على سبيل المثال في مكان معين هي في الأخير تريد أن تنقل الخبر كوكالة أنباء ولا تكون غايبة عن هذا الخبر هي مضطرة إما أن يكون لها ممثل ومراسل هنا أو أنها تقض من إيش من وكالة أنباء دولية قد بكل تأكيد تتحكم في شيء من أخذ الخبر والتغيير فيه إلى حد ما وهذا كله بعد ذلك يرقى إلى السياسة الإعلامية في الدولة تشابه الخطاب الإعلامي المقدم رغم تنوعه الشكري تشابه الخطاب الإعلامي المقدم أحيانا يكون الشكل واحد لكن المحتوى في الأخير متشابه هذا الشكل متنوع لكن المحتوى متشابه وبالتالي أيضا لا يكون له ذاك الأثر لأن الحقيقة اليوم عالم الإعلام يحتاج تنوع كبير جماهير الإعلام اليوم الدولية الجماهير الدولية نحن نتحدث عن جماهير دولية كل مجتمع له خصائصه كل مجتمع له رغباته له اهتماماته له وسائله الخاصة له نماذج التي يرغب فيها قوالب التي يبحث عنها وبالتالي عندما نعمم هذا العامر ويكون خطاب واحد يكون خطاب عادة ضعيف الأثر لأنه لا يحقق رغبات الجماهير بحسب طبيعة تنوع المجتمعات الدولية وهنا بحاجة مثلا أن يكون هنا أيضا قهد كبير في موضوع التنوع في هذا المجال ثم ضعفه محدودية مشاركة الجماهير وهذه أيضا نتيجة الضعف للجماهير العربية والإسلامية والحالة المعيشية التي تعيشها بالإضافة أيضا حتى للقادرين ماليا الذين لديهم أموال ضخمة على سبيل المثال وبإمكانهم أن يكون لهم إسلام في هذا لا يوجد ذلك الوعي الكبير يعني ممكن تجار كبار واصحاب رؤوس أموال كبيرة أسر كبيرة يمكن أن يكون لها دور في عملة التأثير لكن يمكن تذهبوا بأموالهم مثلا لبناء مساجد وبناء أعمال خيرية وبناء كذا لا نقلل من هذا الشيء لكن اليوم لدينا وسائل تصنع تصنع عقول جماهير فألا يكون هناك اهتمام بهذا القدر أيضا هذا من ضعف ضعف إما محدودية المشاركة إما نتيجة الوعي أو نتيجة الحاجة والفقرة ثم تهميش دور مكانة الجمعيات والنقابة الخاصة بالعاملين في وسائل الإعلام وهذا معروف لديكم أنه في إطار طبيعة السياسة العامة التي تحكم البلاد العربية والبلاد الإسلامية بكل تأكيد أن مقاب الجمعيات وأثر الجمعيات والنقابات وما إلى ذلك ليس له ذلك الأثر الكبير ويختلف بكل تأكيد من دولة إلى أخرى لكننا نتحدث عن غالب الحال بالنسبة للأمة العربية والأمة الإسلامية أن المجتمعات أو نقول المكونات المجتمعية أو ما يسمونه بالقطاع الثالث المجتمعات التي هي غير رسمية لتمثل أقرب إلى الجماهير أكثر من الدولة هذه في الأخير ليست لها الأثر الكبير خاصة من أننا نتحدث عن ما يتعلق بوسائل الإعلام ورأينا كثير من الأحيانة من التصريحات والبيانات لهذه النقابات والجمعيات لهذا التهميش طيب متغيرات سائدة طرأت في النظام الإعلامي المتغيرات سائدة طرأت في النظام الإعلامي العربي والإسلامي هناك حقيقة بعض المتغيرات يمكن نشير إليها بشكل سريع من هذه المتغيرات التي طرأت في إطار النظام الإعلامي في الدول العربية والدول الإسلامية ظهور القنوات الفضائية والأقمار الصناعية هذا متغير معين ساعد على أن تنتقل الأمة العربية والإسلامية من إعلامها المحلي إلى الإعلام الدولي وهو أصبح بإمكان بإمكان الآن الدولة بإمكان مؤسسة معينة بإمكان اتحادات أو كيانات معينة في البلاد العربية أن يكون لهم هذه القناة في إطار القنوات الفضائية والأقمار الصناعية خاصة في إطار الإعلام الرقمي عندما خف تكلفة استئجار الحيز في القمر الصناعي أصبح بالإمكان اليوم كثير من القنوات يمكن أن تنشأ بناء على هذا الأساس ورأينا كثير من القنوات اليوم الفضائية التي نشأت تمام وأصبح لها وجود في الأقمار الصناعية وهي سواء كانت هذه القنوات رسمية تعددت حتى القنوات الرسمية أو كانت على مستوى الجهد الأهلي وهناك قنوات كثيرة أيضا موجودة في إطار القنوات الفضائية منها مهوديني منه ما هو سياسي أخباري ما هو مجتمعي ما هو الأطفال ما هو للمرأة ما هو القانون بالاقتصاد هناك جهد جيد وكبير لكنها لا نستطيع هذه أيضا أن نقول أنها دولية لأنها ما زالت توجه باللسان العربي أصلا واللسان العربي بمعنى لا يفهمه إلا إنسان يعرف العربية إذن نحن ما أوصلنا رسالتنا إلى الإعلام الدولي ولا يمكن أن نطلق عليها أن هذه وسائل دولية لكنها بالإمكان أن تتحول ولو حتى بجزء من برامجها برامج موجهة فتتحول في هذه الأجزاء إلى برامج موجهة بلغات مختلفة لغة جليزية لغة صينية لغة إلى غير ذلك من اللغات التي تسعى في أثر في إيصال الرسالة إلى هذه الجماهير الأمر الثاني الإمكتاح الإعلامي على المستوى الدولي وزيادة التدفق الحر للمعلومات اليوم نعيش عالم مفتوح لا محدود في مسألة الانتقال والانتقال المعلومات سواء هذه المعلومات على مستوى الإعلام أو المعلومات العادية بين الدول بشكل عام هذا طارق أيضا ساعد في النظام الإعلامي العربي والإسلامي والأصل أن يستفاد منه زيادة المطالب والاحتياجات الإعلامية للمواطن في الدول العربية والإسلامية اليوم المواطن في البلاد العربية والإسلامية غير المواطن في الأمس اليوم المواطن في الدول العربية والإسلامية يشاهد كثير من الأشياء التي يراها في المواقع الدولية نتيجة توفر سهولة الوصول إليها وبالتالي هنا ستزيد المطالب والاحتياجات لأنه أصبح لديه قضايا أخرى احتياجات أخرى لم تكن ظاهرة لديه عندما كان محاصر في إطار بيئته الداخلية زيادة الوعي السياسي والمستوى العلمي والثقافي لدى الشعوب العربية أيضا هذه من المتغيرات بكل تأكيد عندما نقارن مقدار الوعي السياسي والمستوى العلمي والثقافي على سبيل المثال الثلاثينيات والأربعينيات والثمسينيات والستينيات وهكذا السبعينيات إلى القرن الواحد والعشرين سنجد أن هناك بكل تأكيد تحسن في هذا الوعي السياسي في المستوى العلمي في كل قرن من الزمن نسعى ونتقدم أكثر لكن بكل تأكيد نحن نتحدث عن واقع الترقل لا عن مقارنة بيننا وبين الغير تآكل النخبة السياسية التي هرمت وشاخت في السلطة وهذا واضح أيضا طبيعة النظمة السياسية التي نشأت بعد التحرر حتى الآن نشأت بنمط معين من حيث الحكم من حيث الرؤية للإدارة الدولة وما إلى ذلك هذه النخبة السياسية هي كل يوم على سبيل المثال يحدث إما تعديل في إطار بناء النظام السياسي لهذه الدول أو يحدث في إطار التغيرات التي تأتي من تغيير هذه النخبة السياسية أو على الأقل عندما هي أيضا كما يقال تترك مواقعها وتنتقل إلى الله سبحانه وتعالى ربما تجد الشعوب فرصة من مساحة للأصول إلى هذا الهرم السياسي في كل دور في مسألة التاثير والتغيير وما إلى ذلك امتهى الاحتكار الإعلامي الحكومي وهذا أشرنا إليه لتدفق المعلومات المجتمع العربي والإسلامي وقلنا فعلا كان هناك احتكار لا محدود بشكل كبير جدا اليوم هذا الاحتكار أصبح في وسائل الإعلام والتكنولوجيا مستحيل لأنه أصبح بإمكان الشخص أن يصل للمعلومة من أي مكان التنامي المرقوض لقوة الرأي العام لدى الشعوب العربية هنا قوة رأي عام وهي تنشأ يوما بعد يوم وربما لو وجدت فرص أكبر لمسألة التعبير عن هذه الرؤى الرأي العام سيكون له أيضا ربما حضور أكبر اليوم مثلا على سبيل المثال الرأي العام للقضية الفلسطينية على سبيل المثال حتى أقارن وأذكر وأبين مدى أثر الحرية اليوم الإعلامية وانتهاء الاحتكار الإعلامي لو أننا نعيش في وقت لا نتلقى منه هذه المعلومة إلا من إعلام الدولة نفسها من القناة الرسمية ومن الصحيفة الرسمية هل سيكون الهيجان اليوم هيجان الشارع العربي والإسلامي لقضية الفلسطين كما هو الحال؟ لا أبدا اليوم الشارع العربي والإسلامي كغيره من المجتمعات يتلقى من الإعلام الحر والإعلام الدولي والإعلام الخارجي والإعلام المستقل ربما أكثر من الإعلام التابع للدولة وبالتالي هنا يتشكل الرأي العام للمجتمعات وهذا طبعا من التغيرات التي أثرت وتساعد بشكل كبير جدا في مسألة الفدوث التغير في النظام الإعلامي ثم أيضا هناك تغير أيضا ملحوظ في مستوى الأداء المهني لوسال الإعلام وهذا أيضا من المساعدات فبكل تأكيد لو رأينا قنواتنا ورأينا وسائلنا الإعلامية مثلا قبل عشرين سنة وقبل ثلاثين سنة واربعين سنة سنجد أنفسنا أن هناك بكل تأكيد أداء مهني متقدم إما سواء على مستوى الكوادر أو على مستوى المؤسسات بشكل عام طيب إذن هذه المتغيرات ترأت سادت في الدول العربية والدول الإسلامية وأثرت فعلا في النظام الإعلام الدولي للدول العربية والدول الإسلامية طيب بشكل عام نستطيع أن نقول أن لدينا نموذجين للإعلام العربي والإسلامي النموذج الأول النموذج الرسمي وهذا الذي أشرنا إليه تماما في التعريف وأنه يتعلق بالحكومات الرسمية والنموذج الثاني نموذج الأهلي والذي نشأ بشكل كبير جدا عند تقدم التكنولوجيا فإذن نموذجان للإعلام العربي والإسلامي إذا الدولي لإعلام العربي والإسلامي الدولي لدينا نموذجان إذا بحثنا عنهما سنجدهما في إطار المؤسسات الدولية الإعلامية سنجد هناك إعلام رسمي يعبر عن الدول وهناك إعلام أهلي يعبر عن مجتمعات أو كيانات وهذه النموذجين لهم الامتداد الدولي مقدار هذا الامتداد وأثر هذا الامتداد شيء آخر لكن لهم هذا الامتداد الدولي من حيث الخروج عن الدول التي تبث منها ثم أيضا لأننا قلنا حتى يكون الإعلام دولي ذو صفة نستطيع أن نطلق عليه لابد أن يكون له ثلاث صفات على الأقل أن يكون خرج من الدول التي يبث فيها إلى دول أخرى وأن يكون موجه يعني بقصد ما يكون هو نفس الخطاب الذي يوجه للداخل هو نفس الخطاب الذي يوجه للخارج لا بد أن يعد خطاب يمثل الجمهور الخارجي فإذا الخروج عن نطاق الدولة الأمر الثاني التوجيه بأن يكون موجه وأن لا يكون نفس الخطاب المحلي الأمر الثالث أن يكون أيضا بلغة غير اللغة التي هي اللغة المحلية كأن يكون بلغة الدولة التي يوجه إليها كما عشرنا الإنجليزية ولا غيرها من الدول التي سيوقع إلى الدولة أو يهدف هذا البرنامج أو هذا المجال إلى المساحة الليغوغرافية التي تتحدث لغات كذا أو كذا إذن فلدينا هذين المموذجين للإعلام الدولي العربي والإسلامي بعضه رسمي وبعضه محلي لكن أيضا من حيث الأثر أيضا الجزء الثالث الصفة الثالثة الخاصية الثالثة لإعلام الدولي والعربي الدولي بشكل عام الأثر في المجتمعات فبقدر الأثر تكون لك الامتداد والأثر الدولي فإذن هذه الخصائص هي تتفاوت من حال إلى حال فإذا خرجت الوسيلة الإعلامية عن نطاق دولتها كنا خرجت وأخذت خاصية من خصائص الإعلام الدولي طيب أضافت نوع الخطاب فكان موجه إذن أخذت خاصية أخرى أخذت بلغة جديدة إذن أضافت خاصية أخرى لإعلام الدولي كان لها أثر في واقع المجتمعات الأخرى أيضا خاصية جديدة أخرى ثالثة رابعة وهكذا طيب مجموعات الصحافة العربية الدولية والإسلامية مجموعات الصحافة الدولية والعربية والإسلامية يمكن أن نشير كذا إلى شيء من التاريخ والقانب التاريخي لهذه الصحافة الدولية الآن نتحدث عن كان الحديث عن إعلام دولي بشكل عام الآن ندخل في موضوع الوسائل الإعلامية الصحافة وإداعة تلفزيون ووكالة أنبا وما إلى ذلك يعني مثلا الصحافة العربية والصحافة في البلاد الإسلامية تحدثنا عنهما سابقا في إطار الحديث عن الوسائل الإعلامية لكن هنا نتحدث عن واقعها في البعد الدولي فتاريخ الصحافة العربية والإسلامية يعود إلى بداية القرن التاسع عشر الميلادي وعندما كان هناك الاحتلال الغربي لدول الإسلامية حدث وجود هذه الصحافة وكانت أيضا من طريق الدول المحتلة على اعتبار تخدم مصالحها إلى حد ما واستفادت منها أيضا بعض الصحف العربية والصحف الإسلامية صحف الجالية العربية والإسلامية في الخارج أيضا لدينا كان صحف في إطار الداخل وبدأت في القرن التاسع عشر مع الاحتلال ثم بعد ذلك صحف الجالية العربية والإسلامية في الخارج وهذه معظمها في أوروبا أمريكا إستراليا وهذه عادة الصحف تصدر باللغة العربية وقد يكون أيضا لبعضها أيضا لغات أخرى بحسب طبيعة الدولة التي هي فيها وبالتالي هنا هذه نعتبرها أيضا من الصحف من الصحف الدولية في حال أنها خاطبت مجتمع غير المجتمع العربي في تلك الدولة أو على أقل نعتبر أنها اتصفت بشيء من الصفات أنها خارج حدود الدولة نفسها وأنها أصبحت في دولة أخرى فتأخذ بهذه الصفة جزء من الصفة الدولية الصحف العربية والإسلامية المهاجرة للخارج وتوزوها في البلدان التي هاجرت إليها وهذه كانت صحف موجودة في البلاد العربية والإسلامية لكنها لما ضاق بها الأمر خرقت من البلاد العربية والإسلامية فأصبحت مهاجرة كهجرة أصحابها وبالتالي أيضا تعتبر هذه أيضا من أنواع الصحافة العربية الدولية والإسلامية الصحافة الدولية العربية والإسلامية طيب لدينا أيضا الطبعات الدولية لبعض الصحف الوطنية العربية يعني هناك طبعات يعني هي تصدر صحفة البلاد العربية لكن هناك طبعات أيضا تكون في بلدان أجنبية كالأهرام مثلا على سبيل المثال الدولية القبس الدولية نهار الدول إلى غير ذلك هذه لها طبعات خارج البلاد العربية هي تصدر في البلاد العربية ثم تطبع أيضا في بلدان أجنبية وهذه أيضا يمكن تأخذ خاصية من خصائص الصحافة الدولية طيب الصحفة صادرة بلغات أجنبية في بعض الدول العربية والإسلامية يعني لغرض الأجانب الموجودين يمكن هذه أيضا تأخذ صفة من صفات خصائص الإعلام الدولي باعتبار أنها أصبحت لغة غير لغة المجتمع نفسه فأخذت خاصية الصحفة التي يزورها صحفيون عرب بتشقيع من حكوماتهم في بعض العواصم الأوروبية وما إلى ذلك أيضا تدخل في هذا المجال ووفرت الصحافة الإفترونية العربية أيضا مساحة كبيرة جدا من الحيز فأصبح لسنا نتحدث اليوم عن الصحافة فقط الورقية فالصحافة الإفترونية أيضا دخلت بقوة في عالم الصحافة الدولية وأصبح كثير اليوم من الصحافة العربية والإسلامية التي كانت في إطار الدولة لها مواقع وتنشر عبر الإنترنت وتوصل إلى الدول غير دولها دول غير دولها وبالتالي أخذت خاصية من خصائص الإعلام الدولي وبعد ذلك تتفاوت أيضا في قدرتها وتأثيرها هل أيضا صدرت بلغة أخرى هل لها أثر كبير في تلك المجتمعات هل لا إلى قيد ذلك من الصفات التي ذكرناها التي نستطيع أن نحكم بها على هذه الصحيفة أو هذه الوسيلة أنها دولية أو ليست دولية فتكون دولية بجزء من الصفات وتكون دولية بحسب كمال الصفات أيضا والأثر بحسب تحقق هذه الصفات في منتصف العشرية الأخيرة من قرن العشرين كانت الدول العربية والإسلامية في إطار الصحافة الدولية تنتج مقداره واحد ونص من مجملة الصحافة التي تنتجها الدول المتقدمة يعني نسبة ما تنتجه الدول العربية ما تنتجه الدول العربية يصل إلى واحد والدول الإسلامية إلى واحد ونص من مجملة ما تنتجه الصحافة الدولية ويصل إلى 2.8 بالنسبة للدول النامية إن هناك دول النامية غير الدول العربية والدول الإسلامية فهي كما تروا نسب متدنية جدا وهذا يدل على طبيعة الواقع التي تعيشه الصحافة العربية والإسلامية الدولية إذن هذا إشارة إلى طبيعة الصحافة الدولية العربية والإسلامية بهذه الخصائص وهذا التنوع طيب ما سمات الصحافة الدولية العربية والإسلامية أولا تنوع أشكال ملكيتها ملكية عامة ملكية خاصة ملكية مختلطة تبعيتها شفى المطلقة للأنظمة يعني على اعتبار أنها تحتاج جهد ومال وما إلى ذلك واليوم العالم الصحافة بكل تأكيد لا يمكن أن يدخله إنسان يعني يبحث عن استثمار إلا أن يدخل بفكر قوي جدا ويحقق أرباح ممكن لكن إن ندخل مستثمر عادي في عالم الإعلام عادة لا يستطيع أن نقف لأن نفقاته كبيرة ومردوداته ليست كثيرة إلا أن يحدث كما قلنا الدراسة القوية والتنوع في طبيعة الإعلام الإنتاج، العلاقات، توفير الخدمات الخدمات الإداعية والتلفزيونية والصحفية، الوكالات الأنباء يعني مقدار ما تستطيع أن تقدم مادة للبيع وليس فقط أن تنتج للاستهلاك كلما استطعت أن تنافس تتلقص مهمتها في خدمة الأنظمة هذه بالنسبة للتبعية ارتفاع مستوى القاعدة التقنية لاسية من الصحف التي تعود ملكيتها إلى الدولة إلى حد ما أيضا فيه هناك جانب التقني ظهور القوى الاقتصادية للإعلان الرسمي والخاص في الصحافة العربية تحولوا إلى مصدر دخل رئيسي وهذا أيضا من ضمن أيضا العوامل يتساعدت مع أيضا قلتها عجزة عن أن تصبح صحافة جماهيرية وبقيت إلى حد كبير صحافة نخبوية وهذا طبيعة للصحافة الصحافة عادة قراءها من النخبة أو الفئة المثقفة في المجتمعات اليوم الصحافة أصبحت تصل لكل شخص ولم تقتصر اليوم في عالم الصحافة الإلكترونية وبالتالي أن تبقى في إطار النخبة يبقى فيها مشكلة ولابد فعلا من محاولة الانتقال إلى قدر من التساهل أو نقدر نقول من اللغة التي تصلح ليش للثقافة العامة التي يمكن أن نستفيد منها الجماهير العاديين غير النخبويين طيب هناك نماذق على سبيل من الصحافة الدولية العربية وصحافة الدول الإسلامية من ضمن هذه من ضمن هذه من ضمن هذه من ضمن هذه النماذق اللي صحافة الدول العربية لدينا هنا قزين عفوا قز يتحدث عن نماذق للصحافة العربية وجزء آخر يتحدث عن نماذق من الصحافة الدول الإسلامية فلدينا نماذق من صحف الدول العربية مثل صحيفة الشرق الأوسط صحيفة الحياة، صحيفة القدس العربي، صحيفة الأهرام هذه نماذق وهناك نماذق أخرى لكن نكتفي بهذه إذن هذه نماذق من الصحافة الدولية العربية الصحافة الدولية العربية طيب بالنسبة للصحافة الدول الإسلامية كنماذج للصحافة منها الصحافة في تركيا الصحافة في فارس الصحافة في الهند وجزر الهند الشرقية الهولندية سنغفورة وغيرها وهناك الصحافة أيضا في الصين ليست في تلك الصحافة الكبيرة لكنها في الأخير تمثل نوع من أنواع الصحافة الدولية باعتبار قروجها عن عالم العربي وأصبحت تنتشر في تلك الدول وقد نشأت في تلك الدول أيضا في الجملة نشأت في تلك الدول فنعتبرها أيضا من نوع من أنواع الصحافة الدولية العربية والإسلامية طيب يمكن هنا ناخد شيء مقتبا سريع عن هذه النماذق التي أخذناها مثلا على سبيل المثال صحيفة الشرق الأوسط هذه الصحيفة تصدر بلندن الشركة السعودية أبحاث التسويق كان أول صدور لها في 1978 تصنف نفسها بأنها صحيفة العرب أو صحيفة العرب الدولية تطبع ما بين 120 إلى 150 ألف نسخة وتنتقل بعد ذلك من قلب الأقمار الصناعية في مجموعة من عواصم الدول العربية ومجموعة من عواصم الدول أيضا الغير العربية كمثلا فارتفونكت ومارسيليا وباليس ولندن ونيويورك وغيرها في إضافة إلى مثلا الرياض والبيضاء والقاهرة وغير ذلك دار البيضاء والقاهرة وغير ذلك إذن هذه من الصحف لها امتداد دولي كما نرى لها امتداد دولي ولها أيضا سب في مسألة النشأة صحيفة الحياة على سبيل المثال أيضا من ضمن النماذق هذه تأسست في عام 1946 وهي كما يظهر لكم أنها أيضا قبل صحيفة الشرق الأوسط تمتلك مكاتب مراسمين في معظم في غالبية بلدان العالم تطبع في عدد من العواصم العربية والاجنبية إصداراتها تصل إلى 33 سوقا عالميا توزع من 364 إلى 450 ألف نسخة في دول العالم إذن لها امتداد واسع وجيد أيضا صحيفة الحياة لها امتداد جيد وهذا أيضا يدل على أنها أيضا قديرة بأن تكون من ضمن النماذق التي نتحدث عنها في إطار الصحبة الدولية العربية والإسلامية طيب أيضا لدينا صحيفة القدس العربي توزع هذه الصحيفة في الشرق الأوسط شمال أفريقيا أوروبا أمريكا يعني تعطي تحليلات عميقة بشكل عام وتم ذلك أيضا عدد من المراسلين حول العالم أيضا أخذت أيضا جزء من الامتداد الدولي جزء من الامتداد الدولي طيب صحيفة الأهرام أيضا تأسست فلسكندرية في 75 تحولت أيضا من قريدة يومية إلى مؤسسة تيجارية ولديها أيضا عدد من الإصدارات وتصل أيضا إلى عدد من الدول فإذا لدينا هذه نماذج من نماذج الصحافة الدولية وبكل تأكيد أن هناك نماذج أخرى وإنما هنا نشير فقط لشيء من النماذج للصحافة الدولية العربية إذن هنا هذه النماذج صحيفة الشرق الأوسط صحيفة الحياة صحيفة القدس العربي صحيفة الأهرام هي نماذج لصحف دولية على المستوى الدول العربية طيب لو أخذنا مثلا على سبيل المثال العالم الإسلامي العالم الإسلامي بشكل عام نحن نتحدث اليوم على العالم الدولي والعالم الإسلامي الدول العربية والدول الإسلامية وبالتالي نأخذ من هنا وهنا مثلا لنضرب مثل على سبيل المثال الصحافة في تركيا طبعا بدأت مبكر من عام 1832 على اعتبار الخلافة العثمانية التي كانت في تلك الفترة ومن ذلك مثلا على سبيل المثال التقويم الوقائع الوقائع التي كانت صدرت في 1833 في 1833 صدرت ايضا اخرى صحيفة اخرى اسمها قريدة حوادث كان في عام 1843 الى جانب هاتين جريدتين 31 جريدة في انحاء الدولة العثمانية يعني كان على اعتبار الامتداد للدولة العثمانية في الدول الكثيرة كان لديها هذه الدول الصحف وصدرت في اكثر من منطقة التي كانت تتبع الحكومة والخلافة العثمانية حين ذلك ايضا كانت تطبع بلغات متعددة ايضا منها اللغة التركية الفرنسية ايطالية يونانية ارمينية بلغارية الى غير ذلك من الاشياء وبعد ذلك الان في الوقت الحديث اصبحت تصل ايضا عن طريق الى بعض الدول العربية والدول الاسلامية الى عواصمها والدول حتى الخارجية اللغة العربية طيب اذا هذه الصحافة في ايش في تركيا الصحافة في فارس الصحافة في فارس طبعا هذه كانت قديمة النشاء وحدث ايضا كما حدث لكثير من الدول العربية التراجع والضعف بعد ذلك بعد السقوط والاحتلال الغربي والانتداب الى غير ذلك حدث كثير من التراجع في هذه المسائل لكن نتحدث عن تاريخ هذه الصحفة الدولية في العالم الاسلامي الصحافة في فارس فارس نستطيع ان نقول ايران لكن كانت اطلق بهذا في حين صدرت هذه الصحف في عام 1906 صحافة نشعت صحيفة لصحيفة الدستور منحها الدستور عفوا في عام 1906 وظهرت هذه الصحيفة وكذلك ايضا ظهرت تقريبا في عام نعم في عام 1908 بعد سنتين منها ما لا يقل عن 31 صحيفة ومجلة ايضا كان هناك على اساس الامتداد والتنوع التي كانت في المنطقة الشرقية في الحكمة الفارسة خين ذلك او ايران وانتداداتها المناطق المجاورة لها عدد من الصحف في هذا المجال طيب الصحافة في الهند وجزر الهند الشرقية الهولندية سرغافورة كانت عادة تتبع البلاد العربية الاسلام الخلافة الاسلامية اتداءا كان ايضا نشع فيها جرائد وصحف لكنها كانت قليلة العمر تقوم ثم بعد ذلك تنتهي بعد فترة بعضها ما ينشر باللغة العربية وبعضها يترجم للغات الأخرى وهكذا وهذا يظهر مقدار مداء الضعف ايضا الموجود في هذه الصحفة طيب الصحافة في الصين ايضا ربما كان موقفهم مختلف ووضعهم مختلف في الصين والهند عن موضوع وضعهم في تركيا وبالتالي الصحفة ظهرت الصحيفة الاسلامية الوطنية كصحيفة تطبع في بكي لكنها كانت الصحيفة الوحيدة التي تنتشر تنشر بالعامية على اعتبار طبيعة ثقافة الناس في تلك البلاد فهذه الصحافة الاسلامية اللي نرى ونشاهد بأنها أقل من حيث الامتداد من حيث القانب الاسلامي والتعبير عن المجتمع باعتبارها الصحافة اسلامية لكن بكل تأكيد في إطار اليوم الدول كدول دول اسلامية هناك كل تأكيد صحف تصدر في هذه الدول ومنها ما له امتداد كما للصحفة العربية امتداد أيضا دولي لكننا نتحدث كمجتمع اسلامي هذا الذي يمكن أن يعبر عن هذه الصحافة في بعدها في بعدها التجمعي كدول اسلامية نتحدث كدول اسلامية وليس كدول أقطار دول عربية ودول العيش ودول اسلامية طيب تتكتلت اذا هذا ما يتعلق بالصحافة اذا انتخلنا الى التلفزيون الدولي العربي والاسلامي فنقول هناك ايضا تلفزيون وقنوات فضائية عربية واسلامية عربية واسلامية على المستوى الدولي على المستوى الدولي ابتداء ابتداء العالم الاسلامي شهد في بداية منذ بداية استخدامه الإقمار الصناعية ويوم أن دخلت الإقمار الصناعية وبدأ الاستجار فيها بدأ هناك التلفزيون الدولي العربي والاسلامي يظهر في عالم العالم الإعلام الدولي وكانت عربسات كما تعرفون كقمر صناعي الاتصال وهو نشأ بمجموعة الدول العربية في 85 1900 وكانت أول قناة اطلقت فضائية أو تلفزيون دولي على هذه القناة هي الفضائية العربية قناة الفضائية المصرية في عام 1990 بعد أن أنشئ هذا القمر الصناعي طيب إذن التلفزيون الدولي العربي والاسلامي اليوم نقول أن كل يوم كما في الشريحة الثانية نعقد التسعينيات خاصة ويوجد بعض القرارات الجريئة في السياق العربي للخروج لإعطاء مزيد من الانفتاح والتخفيف من التحكم بعدما أصبح شيء من الصعوبة في التحكم فيه والخروج أيضا من الوزارات كما كانت كما أشرت إلى قطر من حيث كان لها الرياضة الحقيقة في هذا المجال عندما أخرقت قانب الإعلام من الوزارات التابعة للحكومة بشكل مباشر إلى هيئة مجتمعية فساعد ذلك في الانتشار بشكل أكبر والوصول بشكل تمثيل المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية وما إلى ذلك ثم بعد ذلك وبالتالي ترون اليوم مثلاً على سبيل المثال القنوات الفضائية وفي مقدمتها على سبيل المثال للجزيرة أخذت مساحة مساحة كبيرة جداً من الاهتمام ليس أقول فقط العربي فقط وإنما أيضاً الدولي القنوات التي أخذت امتداد كبير من ضمنها مثلاً على سبيل المثال من القنوات التي أخذت شيء من الامتداد فيما بعد لكن تتصدر للجزيرة بكل تأكيد هذا الامتداد أيضاً الدول العربية أخرى كالإمارات المغرب أيضاً تقهت أيضاً لعملية الغالي للتحكم الزائد فحدث شيء من الانتقال إلى التلفزيون الدولي لهذه الفضائيات وبالتالي نشأت فضائيات عربية خاصة يعني كثير من الفضائيات التي نشأت بعد ذلك الاهلية إنما كانت نتيجة التخفيف من هذا الاحتجار إذن هذه البداية بالنسبة للتلفزيون الدولي العربي تمام والإسلامي وهنا بدرجة أساسية نتحدث عن العربي أكثر من غيرها هناك أهم التجارب التلفزيونية الدولية العربية والإسلامية يعني هذه تعتبر من أهم الشبكات أهم التجارب أهم التلفزيونيات التلفزيونات الدولية التي يمكن أن نستطيع أن نقول أنها أخذت الامتداد الدولي من هذه تجارب والنماذج مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC يعني هذا من ضمن النماذج الواضحة جداً والأكثر شهرة وانتشاراً وانطلاقاً ومنها شبكة راديو وتلفزيون العرب RT ثم أيضاً شبكات أوربت ثم شبكات القزيرة إلى بقدر هذه نماذج ولا أقول أنها كل شيء وإنما هذه نماذج من النماذج التي فعلاً تمثل تجارب دولية للتلفزيون العربي والإسلامي الدولي فمركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC على سبيل المثال في 18 سبتمبر في عام 1991 يعني منذ وقت مبكر يعتبر تلفزيون الشرق الأوسط أول مشروع تلفزيوني عربي خاص عربي خاص إذن هنا بدأ دخول الجهد الخاص في التجارب الدولية الإعلامية على مستوى القنوات والتلفزيونات وهذا النشأ ابتداء في لندن ثم بعد ذلك بث إلى أنحاء العالم العربي وهو الحقيقة تكمن قوته في مسألة المستوى والنوعية لبرامجه وما إلى ذلك طيب شبكة راديو وتلفزيون العرب هذه الشبكة بدأت في روما أو نشأت كان سالة تجربة في روما في عام 1993 يعني بعد سنتين من مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC تمام؟ كان RT عبر القمر الصناعي العربي وتمتلكها مجموعة دلة البركة السعودية امتدت لتشمل المواطنين العرب حول العالم هي ممتدة وتشمل العرب حول العالم وهذه لديها تضم حالياً 16 قناة تلفزيونية 16 قناة تلفزيونية في باقة الأوال وفي نظام التشفير أيضاً من ضمن الأشياء التي أيضاً تمتلكها طيب شبكة أوربت هذه الشبكة تعد أبصم شبكة الراديو في المنطقة العربية والعالم وخارج الولايات المتحدة يعني ضخمة شبكة أوربت بدأت في عام 1994 أيضاً بعد سنة من RT بدأت من روما أيضاً وتبث بلغات متعددة بلغات تيش متعددة منها العربية منها الإنجليزية منها الفرنسية وصل مجموع قنواتها عام 1997 إلى أربع أربعين قنة وتوفر المشتركين في ثلاثة وعشرين دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضواضح أن لديها امتداد كبير أن لديها أيضاً بعد دول من حيث اللغات تمام حيث تبوت بهذه اللغات عربية وإنجليزية وفرنسية وكذلك أيضاً توسع في قنواتها ووصولها إلى عدد لا بأس بها ثلاثة وعشرين دولة يعني فلها هذا الامتداد شبكة القزيرة أيضاً بدأ بث القزيرة شبكة القزيرة في عام 1996 إذن بعد سنتين من أوربت رفعت شعار الرأي والرأي الآخر تتميز بدرجة أساسية بالصبغة الإخبارية بالإضافة إلى القنوات المتفرعة للشبكة التي هي أيضاً متخصصة في مجالات في عينها وكما أشرنا أنها تعتبر قصة فريدة بالنسبة للجزيرة على اعتبار الحنكة والشغل الحرفي والمهني الذي مارس بكل تأكيد أنه أيضاً لكل شبكة ولكل قناة النقد الموجه لها ولكن أننا نتحدث على الأقل في مستوى الموجود والواقع الموجود طيب إذن هذا ما يتعلق بناماذج نماذج الإعلام الدولي من نماذج التلفزيونات والشبكات التي في إطار الإعلام الدولي التلفزيونات الدولي في إطار الإعلام الإسلامي على مستوى الدول الإسلامية كما تعرفون يوجد منظمة التعاون الإسلامي ومن ضمن الأجهزة التي نشأت كما أشار في التعريف إلى أن هناك جهازين إعلاميين أحدهما عبارة عن إذاعة دولية والثاني عبارة عن وكالة أنباء دولية إذن في إطار الجهد التعاون الإسلامي التعاون الإسلامي نشأت هذين الجهازين إسبوا كمنظمة إذاعات الدول منظمة إذاعات الدول الإسلامية وإن وكالة الأنباء الإسلامية الدولية لكن الحقيقة وبما أنها تمثل المنظمة التعاون الإسلامي التي تضم يعني 52 دولة كان الأصل أن يكون لها جهد كبير جدا أن يكون لها منافسة على مستوى العالم بشكل كبير جدا وأن ترافز المنظمات وجهزة الإعلام الدولية لكن للأسف للأسف أننا لم نجد ذاك التأثير وجدنا أن إدارة هذه هذه الجهازين وكذلك الإمكانات وكذلك الأموال التي حُددت لها والتي بعضها أحيانا لم تدفع فيما بعد لم تستطيع لأنها كانت عبارة عن اشتراك لكل دولة تدفع جزء من تكاليف هاتين المنظمتين فوجدنا أن هناك معوقات كثيرة ولو راجعتم وقرأتم فقط تقارير تقارير هذه المنظمتين تمام في إطار المؤتمرات التي عُقِدت في المنظمة التعاون الإسلامي فيما يخص منظمة الإسبو أو أين ستجدوا أن هناك إشكالية كبيرة طرحت في هذه من ضمنها تأخر عدم دفع الاشتراكات المخصصة للدول من ضمنها عدم الإرادة الحقيقية الدافعة لأن تتحرك الإرادة مهم جداً كإرادة سياسية توجه لابد أن يكون هو المنشأ والمقصد بالإضافة إلى موضوع الضعف الذي أصاب الأمة بشكل عام انعكس أيضاً على هذين هذين الجهازين اختلاف سياستهما أو رؤيتهم الأمور بشكل مختلف عدم التنسيق الكامل في مواقف الأمة العربية والأمة الإسلامية وحتى لو كان هناك تنسيق في بعض المواقف تكون مواقف هزيلة تكون مواقف متأخرة ولعل ما يحدث اليوم في فلسطين وما يحدث فيها من تجريف للهوية والقضية الفلسطينية وموقف الدول العربية الآن والإسلامية حتى الآن المواقف الهزيل بعد قرابة ثلاثين يوماً أو ما يقرب من ذلك من القصف الهمجي المتعمد لإحراق الأرض الإنسان والأرض ومع ذلك الأمة العربية سواء والإسلامية في إطار الجامعة والمنظمة لم نجد المواقف الأخوية هذه القضية بغض النظر عن الشعب الفلسطيني وهو شعب عربي وين بغي أن يتم الوقوف معه سواء هو أو غيره من الدول في إطار الاتفاقات المشتركة لكن أيضاً بالإضافة إلى النسيج العربي والنسيج الإسلامي نتحدث عن قضية عالمية قضية إسلامية أصلاً يعني قضية القدس كقضية لا تهم الشعب الفلسطيني لمفرده وإنما هي أيضاً تهم كل مسلم كل مسلم في المجتمعات العربية والإسلامية وخارج هذه المجتمعات في الدول الأخرى والله المستعد إذن هناك عقبات حقيقة تواجه هذه الإعلام هذين الإعلامين سواء كإداعة أو وكالة في إطار القيام بالمهام المناطة بهما ولعل من أوله من مقدمة هذه العوامل عدم وجود الإرادة الحقيقية والأمر الثاني ضعف الأموال وعدم توفير أموال كافية للقيام لهذه المنظمات لأن تؤدي دورها في العالم الدولي هذا يعني أيضاً تأكيد على واقع الفضائيات العربية والإسلامية بشكل عام سواء ما أشرنا إليه من النماذج نحن أخذنا أفضل النماذج وما شارنا إليه أيضاً في واقع الأمة الإسلامية من خلال الجهازين الإداعي ووكالة الأنباء هناك نستطيع أن نقول أن هذا الواقع سواء للأمة العربية أو الأمة الإسلامية هي التي تؤثر على أثر أو وجود وسيلة الإعلام التلفزيونية أو التلفزيون الدولي العربي والإسلامي من ضمن هذه الطابعة الرسمي الطابعة الرسمي قناة الفضائية العربية خارقت من ذات الطابعة الرسمي من تحت عباءة الحوほومات العربية والسلبية التي تعاني منها هذه الفضائيات في وقع الفضائيات العربية أيضا هي تعاني منها هذه الفضائيات اليوم التي خرجت نتيجة الظروف المعينة اقتصادية سياسية لتعيشها الدول العربية والإسلامية القنوات الفضائية الخاصة العربية الخاصة في إطار الدولي بالرغم من تميز بعضها وامتلاك بعضها لأحدث تكنولوجيا الاتصال لكنها أيضا لديها من الأخطاء والقصور التي أيضا موجود في القنوات الفضائية العربية الذاتية يعني مستطعت أيضا تخرج من العباءة بشكل كبير وظلت تراوح إلى قدر كبير شيء من التوازن بين الواقع السياسي الذي تعيشه في مجتمعاتها وبين الواقع السياسي المفتوح عالميا أيضا من ضمن المشكلات في الواقع التلفزيون الدولي العربي والإسلامي أنه يغلب عليها الجانب الفني والترفيهي يعني الجانب الرسالاتي الجانب القيامي الجانب حتى الإخباري والأثر بالنسبة للمجتمع الدولي يعني لا يؤدي ليس له ذاك الاهتمام وإنما أكثر ما يمكن أن يشار إليه في هذا المقال هو في الجانب الفني والجانب الترفيهي وهو الذي أخذ مساحة كبيرة من الاهتمام كذلك أيضا القنوات الفضائية كما قلنا لم يصاحبها نهضة إنتاج المضامين الإعلامية يعني باستثناء المسلسلات والدراما التلفزيونية التي أيضا يكاد ينعدم ينعدم التبادل تقريبا بين الدول العربية والدول الإسلامية في مقال الإنتاج بشكل عام الدولي إذا ما استثنينا المسلسلات أكثر التبادل إلى حد ما هو في هذا الإطار وما سوى ذلك التبادل قليل جدا والأصلا يكون هناك تبادل كبير تبادل كبير في المضامين الإعلامية في ضامن المنتجة حتى يحدث التنوع والاستعانة لأن كل منتج يكله بتكاليف كبيرة كما تعلم التجاربة للدول العربية أيضا من ظن المشاكل التي تدل على واقع الفضائية العربية كونها جزء من منظومة الإعلام واقع الفضائية في الدول الإسلامية لا يكاد يختلف كثيرا عن واقعها في الدول العربية أيضا مؤكد لما سبق أكبر مشكلة الإعلام الدول العربي والإسلامي تتجلى في أنه إعلام قطري وقد أشرنا إلا ذلك فاقد برؤية الجمعية العربية والإسلامية وبالتالي الحكم على الشيء يعني جزء من تصوره فإذا كان هذه الرؤية الاتحادية الجمعية للأمة العربية والأمة الإسلامية والدول العربية والدول الإسلامية غائبة يعني فمعنى ذلك أنه بكل تأكيد سيكون لها الأثر الكبير في إطار إنتاج البرامج تشير بعض المصادر لأن محطات التلفز العربية تستورد ما بين أربعين إلى ستين من برامجها من الدول ليش؟ من الدول غير العربية أو الدول الغربية بشكل عام إذن نتحدث يعني لا نتحدث نحن عن مسلسلات فقط نتحدث من حيث اللي هي البرامج سواء برامج إخبارية برامج حوارية توعوية تنموية ثقافية إلى غيرها من البرامج بالتالي هذه النسبة فعلا متضخمة جدا متضخمة جدا لموضوع الاستيراد والأمة لا تعجز لديها من الإمكانات ولديها من الأموال ما تنتج المادة الكافية بل وتصدرها إلى العالم طيب إذن هذا واقع الفضائيات المنظمات والاتحادات هناك بالإضافة إلى تحدثنا عن الصحافة الدولية تحدثنا عن التلفزيون الدولي في واقع الدول العربية والدول الإسلامية هناك أيضا منظمات والاتحادات من هذه المنظمات وأيضا حتى يسعفن الوقت في استكمال ما تبقى تحاول عجل قليلا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وأنتم بإمكانكم الرجوع إلى الكتاب أول اطلاع عن هذه المنظمات والاتحادات والقراءة حولها وهي متوفرة وستجدون تفاصيل كثيرة عنها في مواقع الإنترنت ويكفي أن أشير إليها حتى أستطيع إدراك الوقت ما تبقى من محتوى محاضرة اليوم فهذه المنظمات منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وهذا الكبير اتحاد إداعات الدول العربية اتحاد الصحفيين العرب اتحاد وكالات الأنباء العربية وكذلك أيضا المؤسسة العربية للاتصاد المؤسسة العربية للاتصاد ثم أيضا الاتحاد البريدي العربي الاتحاد العربي للاتصال السلكية واللاسلكية المركز العربي للدراسات الإعلامية والسكان والتنمية المركز العربي للتقنيات التربوية وأيضا الجهاز الجهاز الدولي ما أدري هذه الجهاز تلفزيون الخليج الجهاز تلفزيون الخليج هذه من ضمن من ضمن الحقيقة الأشياء اللي يمكن ترجع لها وتجدوا معلومات كثيرة عنها ويكفي أن نشر إليها هنا إشارات خبيبة يعني من حيث التسمية فقط ونترك لكم الرزوع إليها إن شاء الله تعالى من كتاب ومن أيضا وسال الإعلام والقراءة الحرطة طيب معالم القصور معالم القصور في أداء الإعلام الدولي العربي والإسلامي منها مثلا عاسمي المثال قضايا السياسية الدولية القضايا المصيرية حركة الإعلام الدولي العربي والإسلامي فيها حركة بسيطة ولا تمس عدة القضايا التي تعايشها وتهتم بها لا تمس حاقات الجماهير والاحتياجات الجماهير ولا اهتمامات الجماهير ولا القضايا المصيرية أيضا للجماهير العربية والقضايا الإسلامية وهذه مشكلة كبيرة جدا أن يكون هذا الأداء في إطار الأداء وسالة الإعلام العربية والإسلامية الدولية ثم الأمر الثاني التي هي عدم أو نقول المضادة وغير المواتية البيئة التي يعمل فيها الإعلام العربي المشترك يعني الحقيقة بيئة غير مواتية في اختلافات في تنازع في عدم اتفاق في عدم اشتراك وتعاون عدم وحدة المصير قضايا كثيرة البيئة السياسية والوضع السياسي انعكسها بشكل كبير على الأداء الإعلامي عدم اهتمام وسالة الإعلام في العالم الخارجي بقضايا العرب في الصف المعادلة واضح أيضا الإعلام الخارجي أيضا هو واقف ضد الإعلام العربي خاصة إذا كان الإعلام العربي بكل تأكيد لديه قضايا جوهرية مشتركة في محل خلاف بينه وبين الغرب فص مع إسرائيل على سبيل المثال وهناك نظرتين مختلفتين العالم الخارجي ينظر إلى القضية الفلسطينية بنظرة والعالم العربي والإسلامي ينظر لها بنظرة وليست قضية فلسطين فقط وإنما حتى على مستوى النظرة للإسلام والنظرة لمجتمعات الإسلامية في المجتمعات الغربية نتيجة ما تزيفه وسائل الإعلام الخارجية ولا تستطيع وسائل الإعلام الدولية العربية والإسلامية أن تصحح هذه الرؤية ثم أيضا الإعلام العربي المشترك بصدوره عن منظمة دولية إقليمية لا يمكن أن يؤدي دوره ضمن فعالية برامج وأنشطة في حال غياب بشكل كبير في حال غياب الإرادة العربية والإسلامية الموحدة وهذا مصير الأمة العربية والإسلامية ولعله مرور الأيام ومرور الأزمان يؤكد أهمية توحد هذا المصير الذي سينعكس على كل الأجهزة من ضمنها الجهاز السياسي والجهاز الإعلامي والجهاز الإداري والجهاز الاقتصادي إلى غير ذلك من الأجهزة التي هي في الأخير جزء من حركة وإرادة الأمة العربية والإسلامية في إطار حكومتها ملامح تدويل الإعلام العربي والإسلامي هناك تدويل استراتيجي تدويل سياسي تدويل اقتصادي تدويل ثقافي تدويل مهني والكاديم يعني بمعنى لو أردنا للإعلام العربي الإسلامي والدولي أن يتحول إلى إعلام دولي حقيقي هناك لديه أبعاد من ذلك التدويل الاستراتيجي بمعنى أن يكون لديه أهداف استراتيجية واضحة ويشتغل بناء عليها ولا يكون إعلام فقط لمجرد امتداد من دولة إلى دولة تابد أن يخضع لرؤى استراتيجية وأهداف استراتيجية يتحرك في ضوئها كما تتحرك اليوم وسأل الإعلام الدولية تدويل سياسي أيضا أيضا هذا الجانب الثاني أنه ممكن فعلا يكون هناك بعد التدويل السياسي السياسة العربية والإسلامية والقضايا السياسية الموجودة في حياة الأمة العربية والإسلامية ينبغي أن يكون لها تدويل كافي وتدويل يوضح حقيقتها وأبعادها كما أشارت أيضا مثلا على سبيل المثال إلى التدويل القضية في الصينية على سبيل المثال كيف يمكن لوسال الإعلام العربية والإسلامية الدولية أن تتحرك في هذا التدويل السياسي تمام في القضية السياسية الفلسطينية تمام وتحولها إلى قضية دولية عالمية من خلال فعلا هذا التدويل التدويل الاقتصادي أيضا على سبيل المثال أيضا بإمكان الإعلام ملامح لتدويل الإعلام العربي والإسلامي أيضا تدويل اقتصادي تدويل اقتصادي اليوم كما أشرت سابقا في الدرس الماضي إلى أن الشركات اليوم الإعلامية أصبحت أمبراطوريات في مواردها وهذا نتيجة تحولها إلى شركات عملاقة والأمة العربية والأمة الإسلامية إذا كانت عاجزة اليوم في إطار إذاعة ووكالة أنباء فهي أعجز عن تشكيل وتفويل شركات ضخمة تنافس والدول أو الشركات العالمية الدولية الإعلامية وبالتالي هذا أيضا قانب اقتصادي ينبغي أن يدخل في مجال الإعلام في إطار التدويل الاقتصادي بمعنى أن يدخل البعد الاقتصادي أيضا في وسائل الإعلام العربية والإسلامية الدولية ولا يكتفى به في إطار فقط نشر المعلومة نشر المعلومة لتحقيق ثقافة معينة وقناعة معينة وصناعة رأي معين بل لابد أن يكون بعد أيضا الاقتصادي حاضرا فيه وكيف يمكن أن ينتج وكيف يمكن أن يسوق ويبيع كما يبيع غيره الخبر ويأخذ مقابلها دوليا تدويل ثقافي أيضا تدويل الثقافي اليوم الملمح الرئيسي من ملامح الدور للإعلام الدولي العربي والإسلامي لأنه في الأخير الثقافة العربية والثقافة الإسلامية تمتلك من المخزون المخزون الثقافي والنوعي الذي لا تمتلكه أي أم من الأمم اليوم تنوع الثقافي الكبير النوعي أيضا النوعية الثقافة نوعية المعتقد نوعية القيم الأخلاقيات أشياء كثيرة تمتلك الأمة اليوم العربية أيضا حتى الثقافي الحضاري والتاريخي الأمة العربية هي والإسلامية أمة ذات ثقافة ذات أصول ثقافية ممتدة امتداد الزمن يعني اليوم مثلا لو رأينا أمريكا متى نشأت أمريكا لكن متى نشأت الدول العربية في أصولها الحضارات القديمة أين كانت كانت في البلاد العربية والبلاد الإسلامية هذا البعد الثقافي سواء من حيث المكون الثقافي أو حتى البعد التاريخي يعطي للأمة مقومات رئيسية في عملية التدوير والحضور على مستوى الدولي ماذا يعرف اليوم العالم عن الثقافة المجتمعات العربية والإسلامية يعرف أنها مجتمعات همجية وأنها مجتمعات إرهابية وأن هذا الذي يعرف اليوم العالم الخارجي هل يعلم تاريخ هذه المجتمعات الثقافة العربية والإسلامية بعدها حضارتها يوم من الأيام كانت الحضارة العربية والإسلامية وهي ممتلئة بالثقافة ليس فقط في مجال الفكر الفكر نوع من المجال الصحة الاقتصاد التاريخ السياسة في كل مجالات الحياة حتى في العلوم الطبيعية فيزياء والكيميا والتصنيع والطب وما إلى ذلك كل هذا ثقافة لا يعرفه اليوم العالم مع أنها اليوم العالم المعاصر أخذ من الثقافة العربية والحضارة الإسلامية كل ما أنتجته وبنى عليه وأن أنشى عليه حضارته للغربية اليوم فهذا القدر الكبير جدا من الملمح الرئيسي من ملامح التدوير للإعلام الدولي والعربي والإسلامي ملمح لا تكاد تمتلكه أمة من الأمم لما حاول الله سبحانه وتعالى الدول العربية من حيث حتى الموقع الجغرافي ونشأة الإنسان والإنسان القديم والجديد الذي عاش في هذه الدول يعني لم تكتشف اليوم الدول الأخرى التي اليوم تتحكم في العالم متى نشأت القارات الحديثة غير القارات القديمة اليوم إذا نحن نتحدث عن عالم لا محدود من الثقافة في كل أنواع مجالات الثقافة لكن أين الإعلام الدولي العربي والإسلامي الذي يمتد بيده إلى هذه الثقافة ويبدأ بإخراجها كنوز هذه الثقافة في كل مجالاتها وإخراجها للعالم الدولي إذا هذا مجال ملمح أساسي من ملامح تدويل العربي والإسلامي كذلك أيضا تدوين المهني وأكاديمي بكل تأكيد تدوين المهني والأكاديمي اليوم الفكر العربي العقل العربي الإنسان العربي اليوم الإنسان العربي اليوم الذي خرج من دوله العربية والدول الإسلامية وذهب إلى الغرب ليبني الحضارة هناك في مجال الطب والفيزياء والكيميا والكذا لماذا لم يجد البيئة التي تساعده نحن نمتلك عقول كبلاد عربية ودول إسلامية لدينا العقول لدينا الإنجازات لدينا الاتكارات لدينا أفكار لدينا الإنسان والإنسان هذا بكل تأكيد هو إنسان أيضا يختلف من حيث أن لديه معتقد تمام ولديه بعد رباني أيضا وإنسان يحمل قيم وما إلى ذلك يحمل الخير للإنسانية يحمل الحب للإنسانية اليوم صراع العالم صراع الغابات القوية كل الضعيف لكن يوم كانت الحضارة الإسلامية كيف كان الحال نحن اليوم هذا الأمر عقول العربية والإسلامية الأفكار العربية والإسلامية ينبغي أن تكون أيضا من ملامح التدويل كم لدينا من العلماء الذين برزوا في مجال الطب ومجال الهندسة وليس من اليوم لا أتحدث عن اليوم أتحدث عن حضارة قائمة بذاتها منذ قديم الزمان وبالتالي هذا الامتداد لهذا الكاذر الإنساني والعقل الإنساني في هذه الدول ليس بالأمر الهيئ الذي يحتاج إلى تدويل بكل تأكيد حتى يعرف من هو الإنسان العربي اليوم الثقافة الأمريكية على سبيل المثال في أفلام هوليود وكذا ماذا يعملون؟ يجسدون الرجل الأمريكي بأنه الرجل الحديدي الرجل الذي لا يقهر الرجل صاحب الفكر صاحب الإنتاج صاحب البراءة هو الإنسان كما يقال المختار المتميز أو بقصة إسرائيل أيضا الشعب المختار وما إلى ذلك هذه الشعوب اليوم والتدوين لهذا العنصر البشري اليوم نحن أجد من يسوق لهذا العنصر البشري في امتداد الحضارة الإسلامية العربية والإسلامية طيب هناك واقع للإعلام الدول العربي والإسلامي أنا أشرت إليه عموما سابقا ويكفي بما أشرت فيه على أساس أنه ممكن ننتقل الآن بما تبقى من الزمان إلى الجزة الثاني هناك حلول مقترحة لمشكلات الإعلام الإسلامي الدولي والعربي والإسلامي طيب إذا كنا نتحدث عن واقع إعلام عربي بأنه واقع ضعيف واقع منهار واقع مفكك واقع قطري واقع كذا وكذا وكذا ما هي مقترحات الحلول للإعلام الدولي العربي والإسلامي حتى ينشأ إعلام دولي يعبر عن الأمة العربية والأمة الإسلامية ويكون له أثره في العالم الدولي ما هي مقترحات الحلول أولا إنشاء سوق عربية مشتركة للأخبار إلى اليوم لا يوجد لدينا سوق عربية مشتركة للأخبار يعني اليوم الأمة العربية والإسلامية كلها تذهب لتأخذ أخبارها من الوكالة الأنباء الخارجية يعني عجزين أن يكون لدينا سوق عربي حتى في قضايانا الداخلية حتى في قضايا الداخلية ننقل عن عن وكالة الأخبار الأنباء الخارجية ما يحدث في بلادنا العربية والإسلامية وهذه يعني مشكلة مشكلة كبيرة فأول حل أنه لابد أن تنشأ سوق عربية مشتركة للأخبار وكالة أنباء حقيقية تكون هي مصدر العالم كله في على الأقل للأخبار الدول العربية والإسلامية بدل ما يستقي اليوم العالم أخباره من وكالات خارجية ونستقي نحن أيضا أخبارنا من وكالات خارجية على الأقل هذه تكون تزودنا نحن في المجتمعات العربية والإسلامية وتزود العالم كله عن قضايانا عن أخبارنا ما هو الأحداث ما هي الأحداث ما هي دلالة الأحداث ما تفسير الأحداث التي تحدث في بلاد العربية والإسلامية اليوم ما يحدث من تجوير تجيير للأخبار من كتن لبعضها من تخيم لبعضها وعملية اليوم ما يقام به في الإعلام الدولي الخارجي تخليص الإعلام العربي من ضغوط التقلبات السياسية يعني ليكون حر الإعلام بعيدا من السياسة حتى يستطيع أن يتحرك اليوم العالم المتحرر خلص فصل الإعلام عن السياسة وأصبح الإعلام جماهيري يعبر عن مجتمع عن تقافة عن أمة لكن نحن ما زلنا اليوم نتقلب في حضن السياسة نتيجة ارتباط الإعلام بالسياسة مساهمة مؤسسة التمويل العربية في تطوير قطاعات الارتصال اليوم قطاعات الارتصال أيضا التمويل العربي مؤسسة التمويل الاقتصادية تدخل في كل شيء إلا في تطوير قطاع الارتصال فهناك دخول بقدر محدود مع أن قطاع الارتصالات اليوم من أضخم القطاعات الموردة للمال التي تحقق الأرباح التي تحقق الأرباح ومع ذلك ما زال مقارنة بالآخر وبالخارج مساهمة بسيطة استثمار رأس المال العربي في مجالات الإعلام في الخارج أيضا هذا الرأس المال يمكن استثمر استثمر في مجال الإعلام والإعلام الخارجي التنسيق وتوزيع الأدوار بين وكالة الأنباء العربية طيب إذا ما استطعنا على الأقل يكون التوحيد يكون هناك تنسيق يتغطي هذه الوكالة الأنباء في مكان وتغطي وكالة الأنباء في مكان آخر ويكون بينهم أيضا تبادل وتنسيق لتجميع الأخبار وكذا ثم بعد ذلك نشرها هذا ما ينبغي أن يكون ثم بعد ذلك نشاء مؤسسة عربية متخصصة للإنتاج الإعلامي والإنتاج الإعلامي على مستوى الفيلم الوثائقي والفيلم الدرامي وعلى مستوى إنتاج البرنامج الحواري والبرنامج الثقافي والبرنامج التنموي والبرنامج الاقتصادي كم نحن بحاجة إلى مضخة إنتاج اليوم لإنتاج الإنتاج الإعلامي إذا كان اليوم كما أشرنا في الشريحة السابقة أن ما زالت الأمة من 40 إلى 60 عربية الإسلامية تستورد من 40 إلى 60 من المادة الإعلامية من الخارج يعني لدينا مساحة كبيرة ما زلنا محتاجين أكثر من 50% ما زلنا محتاجين إلى إنتاج محلي وهذا يعني حاجة الأمة العربية من ضمن الحلول المقترحة هذه الأشياء التي أشرنا إليها ولا يمكن أن تتحقق عموما هذه الحلول إلا في إطار إرادة حرة إذا وجدت الإرادة الحرة للحكومات العربية والحكومات الإسلامية حين ذلك يمكن أن تنشأ هذه عندما وجدت بعض الشيء من الإرادة الحرة في بعض الدول العربية حدث عملية التعبير وعملية الحرية والخروج عن النمط العربي القصري يعني القزيرة كم حوربت على سبيل المثال لنكون حقانيين في هذا من حكومات العربية النفسها لكن في الأخير مع ما لها وما عليها لا أتحدث أنا على تقييم مؤسسة لكن أنا أتحدث عن دور خرق عن النطاق المرسوم له المرسوم له على سبيل المثال فأصبحت محاربة من الجميع تمام وأي مؤسسة تخرج عن السيطرة سيكون هذا دورها لماذا؟ لأنه لا توجد هناك إرادات لما وجدت شيء من إرادة في دولة معينة وعطت شيء من الحرية لهذا المجال رأينا شيء من الإبداعات رأينا شيء من الوصول الأقل إلى شيء من الحقيقة رأينا شيء العالم الخارجي بدأ يتعامل أيضا بشكل أقوى ويأخذ بشكل أفضل مما كان يأخذ من تكتلات بسيطة ووكالات بسيطة لا تعبر عن الحقيقة كما هي وإنما تعبر عن سياسات طيب إذن هذا ما يتعلق بالجزء الأول من الوحدة هذا تكاليف الوحدة ضمن فريق عمل يعني بإمكانكم أو حتى بمفردكم يعني الحديث عن حلول والمعالجات أيضا من وجهة نظرك على المستوى الإعلام الدولي العربي والإسلام المشترك هناك كتابات كثيرة وآراء كثيرة بإمكانكم القراءة فيها هذه ملخص للوحدة لا يتسعى الآن وهذه أيضا تعينات لو كان هناك تجاوب كان ممكن نطرح بعض الأسئلة لنتأكد من مدى الفهم والتقويم الذاتي لكن أيضا يمكن نعديها أيضا إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة تتحدث عن أدوار ومشكلات الإعلام الدولي ليس الإعلام الدولي العربي الإسلامي هنا وإنما نتحدث بشكل عام ما هي المشكلات ما هي الأدوار ما هي المشكلات للإعلام الدولي خرجنا الآن عن نطاق الإعلام العربي والإسلامي هذه وحدة جديدة الوحدة الثامنة كان الحديث فيها عن الأدوار والمشكلات للإعلام الدولي الأدوار والمشكلات للإعلام الدولي وبالتالي لدينا هدفين فقط مخرجين فيهما وهو تحليل الإعلام الدولي مستوعبا يعني أن تكون قادرا على أن تحلل أدوار الإعلام الدولي مستوعبا نقدها من المنظور الإسلامي وكذلك تناقش مشكلات إذن لدينا أدوار ومشكلات نحاول إن شاء الله تعالى نناقشها بشكل ما توقع من الوقت وهذه الخارطة أمامكم الدهنية أنه سنتكلم عن أدوار نتكلم عن الإعلام الدولي وإدارة الصراع نتكلم عن الإعلام الدولي والسياسة الخارجية نتكلم عن الإعلام الدولي والعلاقات الدولية هذا أدوار الإعلام الدولي إذن الإعلام الدولي له أدوار معينة في إدارة الصراع دور في إدارة الصراع دور في التمثيل الخارجي للدول والسياسة الخارجية دور في موضوع العلاقات الدولية وتشبكها بين الدول هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة للإعلام الدولي وهنا تفريعاً له نتكلم على الإطار القانوني للإعلام الدولي الإطار القانوني للإعلام الدولي بشكل عام طيب هنا بعد ذلك مشكلات الإعلام الدولي في مشكلة تتمثل في مشكلة الاحتكار والسيطرة مشكلة أخرى في فرض القيم والمعايير الثقافية مشكلة ثالثة في الاستعمار الثقافي واللغوي ومشكلة رابعة في التبعية الإعلامية ومشكلة خامسة في التضليل الإعلامي إذن لدينا أربع مشكلات حقيقية للإعلام الدولي احتكار وقيم فرض قيم واستعمار الثقافي وتبعية إعلامية وتضليل إعلامي هذه مشكلات مشكلات الإعلام الدولي ولدينا أدوار للإعلام الدولي إدارة الصراع وإدارة القضايا الخارجية للدول والسياسات الخارجية للدول وإدارة العلاقات الدولية ودوره في قيام هذه العلاقات الدولية وتأثيرها وبناء على هذا إن شاء الله تعالى هذه مساحة أدوار الإعلام الدولي كما أشرت سابقا في إدارة الصراع السياسة الخارجية العلاقات الدولية وهي واضحة لأل لديكم إن شاء الله تعالى فإذن أبعاد وامتداد الإعلام الدولي وارتباطه يرتبط بالصراع الخائم في العالم يرتبط بسياسات خارجية للدول عالمياً يرتبط أيضاً بشبكة العلاقات الدولية طيب فيما يخص إدارة الصراع يمكن نقول أنه يكون دوره أو استراتيجية استخدام الإعلام الدولي يتمثل في إطار إدارة الصراع في هذه المراحل الثلاث في إطار إدارته للصراع كإعلام دولي يتمثل استراتيجية بهذه المراحل الثلاث المرحلة الأولى مرحلة صناعة الأزمة مرحلة صناعة الأزمة المرحلة الثانية مرحلة تشويه العدو المرحلة الثالثة مرحلة تبغير الحرب وتقطيتها يعني هذه المراحل أنتم بإمكانكم تأخذوا أي قضية دولية مثلا قضية العراق على سبيل عندما أدار الإعلام الدولي الصراع في العراق أول شي كان مرحلة صناعة الأزمة الأزمة التي كانت صناعتها وهي موجود أنه أسلحة نووية وما إلى ذلك إذن مرحلة صناعة الأزمة إذن هناك أزمة هناك مشكلة تهدد العالم هذا الإعلام الدولي هكذا يتحرك طيب اليوم ظهر لنا وقد ظهر سابقا لكن المغفد المغرر بهم ظهر اليوم أن هذا كله كان مساحيات تحطيم العراق وتحطيم البلدان العربية البقية كله عبارة عن سيناريوهات مرسومة وما يجري اليوم في فلسطين وما سيجري مستقبلا في الدول المجاورة القريبة أو البعيدة هناك سيناريو مرسوم في إطار الشرق الأوسط ومدى امتداد إسرائيل وما إلى ذلك كتابات واعترافات وسياسيون وكثير من الكتابات التي تتحدث عن هذا عن هذا الحال فإذا صناعة الأزمة صناعة الأزمة في فلسطين في غزة مثلا حماسي رهابية طيب هي تسترد أرضها أنتم أخذتم الآن مستوطنات هذه المستوطنات خارقة لاتفاق الدولي الاتفاق الدولي كان إلى حدود سعيد 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 سبعة وستين طيب المستوطنات التي بنتها إسرائيل هي خلافة للقارون الدولي هي كانت من حق من نصب الفلسطينيين حماسي استردت جوز من هذه المستوطنات طيب هي أخذت حق لها في إطار القارون الدولي وإذا بالعالم وإذا بالإعلام الدولي يجعل القضية قضية مختلفة يعني أعطى الحق لإسرائيل أنها تروح تأخذ أراضي فلسطينيين حتى بعد ما أقرهم يعني خلي الاتفاق الأول والحال الأول بعد ما أقر مجلس الأمن بهذا الوضع أيضا إسرائيل خالفت وراحت أخذت طيب هين العالم لماذا ما تكلم العالم؟ هذا هو حالنا حال الصراع الدولي اليوم لكن دور الإعلام الدولي هو كيف يمشي بهذا الاتقاه لأنه في الأخير هو جوز من المعركة السياسة جوز يعني نحن أمام معارك معارك سياسية معارك عسكرية معارك إعلامية معارك اقتصادية فالمعركة الإعلامية أيضا لا بد أن تسير في نفس المسار حتى لا يمكن أن يكون الإعلام غير الواقع غير الاستعمار العسكري حتى يحقق هدف هذه الدول إذن مرحلة الصناعة مرحلة الثانية مرحلة تشويه العدو يبدأ هنا تشويه العدو صنع رئيسي وشغل رئيسي للإعلام الدولي كيف يشوه العدو؟ كما شوه كما شوه العالم الإسلامي حتى أصبح العالم الإسلامي في نظر الغرب والمجتمعات الغربية أنه مجتمع متخلف إرهابي وما إلى ذلك شوه شوه الواقع شوه الإنسان العربي بشكل عام يشوه قضايا الأمة العربية والقضايا الإسلامية بشكل عام كل قضية من القضايا التي نعيشها اليوم نجد الإعلام الدولي قد شوهها أي ما تشويه سواء كان على مستوى دول سواء على مستوى أشخاص كان على مستوى مؤسسات هذا شغله في إدارة الصراع هذا شغله في إدارة الصراع لأنه أصلاً هو في الأخير تديره هيمنة هيمنة اقتصادية وهيمنة سياسية تديره الأمر المرحلة الثالثة من مراحل الاستراتيجية استخدام الإعلام الدولي ووسائله في إدارة الصراع مرحلة تبرير الحرب وتغطيتها مرحلة تبرير الحرب وتغطيتها وهذه واضحة جداً اليوم العراق برروا تمامه وغطوا تمام الحرب وأهلكوا دولة وأهلكوا مجتمع ملايين من البشر ذهبت ما يجري اليوم في غزة نفس القصة نفس القضية وما سيجري وما جرى أيضاً في الدول العربية هذا هو الإعلام الدولي أبناء الكرام في إدارته للصراع استراتيجيته في إدارة الصراع أول يصنع أزمة أو يضخم من أزمة والأمر الثاني يشوه يشوه العدو لهم بالنسبة لهم يقوم بعملية التشويه حتى يكون مبرر بعد ذلك ليش لأنه لا يجد من يناصره لذلك لما سمعنا اليوم أصوات عالمية ضد هذه الحملة اليوم الهمجية على فلسطين أصوات حرة من داخل الغرب تمام؟ مخالفة لهذا التوجه هذا يخالف التوجه العام يعني أصوات قليلة ونادرة لكنه أيضاً في الأخير كثير من الجماهير اليوم بدأت بدأت نتجد بعض المظاهرات ومن هنا إلى هناك لكن الإدارات السياسية تتحكم بشكل كبير ثم أيضاً تبرير الحرب تبرير الحرب واليوم تبرر حرب على غزائش أنه للدفاع تدافع عن نفسها تدافع عن نفسها بعد ما أنت قتل ونهفت الأرض وسلبت وسجنت وأحرمت وحاصرت وعملت كل الأعمال كل الجرائم كل الجرائم ثم تدافع عن نفسك فتقتل الأطفال والنساء وغير ذلك هذا الجبن بعينه وهذا هو هذا التناقض بعينه طيب ما مسؤولية إعلام الدول العربية الدول الإسلامي الآن إعلام الدولي الإسلامي كأمة مسلمة أتحدث كأمة مسلمة ما واجبها ما مسؤوليتها لإدارة هذا الصراع على اعتبار أنه ماذا وأنه من أدوار الإعلام الدولي إدارة الصراع فما هو دور الإعلام الدولي الإسلامي أول شيء ممكن نقول في دورين رئيسيين الأمر الأول المدافعة أن يدافع هذا الكم الهائل من الهجوم الإعلامي الدولي في التشويه في الاختلال الإعلامي في التزوير للحقائق في كذا في الكذب أن يدافع وسائل الإعلام الدولي الموجهة لإدارة الصراع إذا مدافعت هذه الوسائل الأمر الثاني المبادئة لإدارة الصراع لن ننتظر فقط مجرد أننا فقط نجلس ندافع لابد أن نبادئ لابد أن ننشئ نحن لابد أن نصل للناس قبل أن يصل إليه الإعلام الدولي نصل نحن أيضا كما يصل هو تمام نصل نحن لا ننتظره حتى يصل ثم بعد ذلك نصحح ما خربه يعني مثلما واحد ينتظر واحد يجي يهدم بيته وبعدين تمام يرجع يصلح البيت قبل ما يصل يهدم بيتك ابدأ بادئه تمام وصارعه قبل أن يبدأ بالهد فإذا نحن أمام مبادئة ومدافعة في إطار المسئولية الأخلاقية والمسئولية الدينية والمسئولية العربية والإسلامية أمام الإعلام الدولي العربي والإسلامي في المجتمعات العربية والإسلامية هذين مهمتين الرئيسيتين أن يدافع وأن يبادئ أن يدافع هذه الوسائل وما تأتي بها وأن يبادئ أيضا هو بنقل الحقائق تمام عما يدور ونقل الحقيقة كما هي مشكلات الإعلام الدولي الإسلامي هناك مشكلات هناك مشكلات اختلاف النظام السياسية وهذا واضح مشكلات النظام السياسية التضارب في المصالح ومشكلات القيادة ومشكلات القيادة هذه من المشكلات الإعلام الدولي الدولي الإسلامي هناك مشكلة اختلاف في النظام مشكلات في المصالح كل دولة لها مصالحها كل دولة لها نظامها الخاص هناك مشكلات أيضا حتى في القيادات الشخصية والمواقف الشخصية بين هؤلاء الإعلام الدولي والعلاقات الدولية إذن تحدثنا عن الصراع في إطار العلاقات الدولية دور إيش دور الإعلام الدولي ما الذي يحدثه في إطار العلاقات الدولية له أثر كبير في بناء العلاقات الدولية أو في هدم العلاقات الدولية في بناء العلاقات بين الدول أو في هدم العلاقات بين الدول للإعلام شأنه الكبير فقد يخرب علاقة صحيحة وقائمة بين دولتين وقد ينشئ علاقة بين دولتين كلما زاد مقدار المعلومات التي يتلقها بعضورة عن البعض الآخر كلما تعاض مستوى التفهم على المستوى الدولي كلما قام الإعلام الدولي بتحسين أوقوها العلاقة بين هذه الدول كلما أعان على بناء علاقة دولية وكلما قام بالعكس كلما أدى إلى تنافر هذه الدول وتنافر وعدم قيام هذه العلاقات الدولية قوهر الإعلام الدولي الإسلامي في العلاقة الدولية هو قوهر دعوة الإسلام العامة تتمثل في أمرين رئيسيين إعمار الكون والعناية بالإنسان هذه العلاقة الدولية الإسلامية وبالتالي واجب الإعلام الدولي العربية والإسلامي أيضا أن يضيف هذه القيمة إلى الإعلام الدولي بشكل عام إلى أدوار الإعلام الدولي بشكل عام وهو قيمة إعمار الكون أننا كبشر مسؤولين عن إعمار كوننا العناية بالإنسان الإنسان مهما كان لا تمييز بين الإنسان لا بين أبيض وأسود ولا أوروبي ولا عربي ولا أفريقي والإنسان كإنسان هو إنسان وبالتالي هذا البعد الذي جاء به الإسلام ينبغي أن يقام لا يقال الرجل الأبيض اليوم رجل متفوق والرجل الأسود اليوم رجل متخلف ولا يقال اليوم الرجل الأمريكي رجل عملاق ورجل صاحب الإختراعات والإنسان الأسطورة والإنسان والرجل الأفريقي والآسيوي رجل بدوي ومسكين وضعيف وفقير وحالته كذا ليست هذه هي نظرة الإعلام الدولي العربي والإسلامي للإنسان ولا للكون وبالتالي بيستطاعها أن يقدم أشياء كثيرة في هذا هنا تتعدد مشكلات الإعلام الدولي بناء على إشكالية في التطبيق إشكالية في الممارسة إشكالية في المضامين إشكالية قانونية حتى إشكالية قانونية أيضا كما سيأتي في الإعلان العالمي هذا ممكن تقرأونه الإعلان العالمي للمبادئ الأساسية في دعم السلام الدولي هذا هنا تم إشار إليه على اعتبار أنه مبادئ عامة دولية لكن اليوم الإعلام الدولي ينتهك ينتهك هذه المبادئ لو رأيتم الآن موقفه في كل قضية من قضايا رؤومة العربية والإسلامية ورأيتم هذه المبادئ ستجد أنه ينتهك هذه المبادئ كل في كل مرة ينتهكها ويتعمد انتهاكها وبالتالي سنجد الكيل بميزانين أو الكيل بميكيالين أو الوزن بميزانين قائمة اليوم في عالم الإعلام الدولي أهم مبادئ الإعلام الدولي في القوارين والمعاهدات أيضا استخدام وسائل الإعلام الدولي للدعاية والحرب هذه مبادئ عامة ينبغي أن تكون في قوانين عدم استخدام هذه الوسائل للدعاية للحرب والتدخل في شون الغير الامتنع عن التحريض ضد أي جماعة ممارسة أدوار إيجابية في تطبيق ثقافة السلام هذه قوانين معاهدة دولية للإعلام الدولي لكن التطبيق في مكان آخر تتمتع كل الشعوب بحقوق متساوية في الحصول على المعلومات واستقبالها ونشرها بكل الوسائل الممكنة كما أنها تتمتع بسيادة متساوية لكن عمليا هذا لا يوجد عمليا بشكل واقعي المبادئ الأساسي الأخرى الموجهة لوسائل الإعلام الدولي حق كل أمة في استخدام مواردها الخاصة احترام حق التجمعات الاجتماعية المخالفة الحق في احترام قيم الشعوب وحياة الأفراد الخاصة قيم ومبادئ أساسية لكنها في إطار التنظير عندنا حقاق حول قانون الإعلام الدولي الإسلامي أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى قامة الدولة الدولة الإسلامية تعترب بالدول غير إسلامية الدولة الإسلامية تعترب بالدول غير إسلامية من صفات الشريعة خصائصها الشمول هناك وبالتالي هناك منطلقات للقانون الإعلام الدولي الإسلامي اختصاص عقدي اختصاص في البعد الإنساني اختصاص في موارسة السلطة اختصاص إقليمي ودولي وقيمي ومبادئ بإمكانكم تقرأوا عن هذه المنطلقات لإنشاء قانون إعلام دولي إسلامي يعني ساحذر الأبعاد السابقة التي وردت في القوانين الدولية ويضيف إليها هذه الأبعاد وهذه المنطلقات حتى يكون بهذا القدر ثم هناك اختلاف بين قانون الإعلام الدولي إسلامي وبين قانون الإعلام الدولي بشكل عام من أهمها من حيث المصادر المصادر مختلفة هنا لدينا مصادر نرجع إليها في بناء القانون وهناك مصادر مشتركة من حيث الغاية أيضا غاية العالم الإعلام الدولي أيضا ربما أيضا دخل فيه الغبش بس ليس ربما وإنما أكيد لأنه تسيطر عليه أيضا جهات مالكة تمام لها توجهة سياسية من حيث الأقدمية من حيث التطبيق كل هذه أيضا ترجعوا لها ثم مجالات مشكلات قانون الإعلام الدولي يمكن في مجال الفلسفة والتصورات يقول له دور كبير في هذا مجالات المشكلات يعني هناك لدينا مشكلة في مجال الفلسفة والتصورات ولدينا مشكلة في مجال التقنين والتشريعات ولدينا مشكلة في مجال التطبيق والممارسة إذن في الإعلام الدولي الإسلامي ما زال يعاني من هذه المجالات هذه المشكلات الخاصة به سواء في إطار التصور والفلسفة لهذا القانون أو في إطار التشريعات والتقنينات أو في إطار التطبيق ثم هناك أهم مشكلات الإعلام الدولي الاحتكار والسيطرة والعولمة والاستعمار الثقافي واللغوي ومشكلات التبعية العلمية وقد أشرنا إلى أهم هذه المشكلات في إطار حديثنا وفي إطار حديثنا السابق عن موضوع الاحتكار والسيطرة والعولمة والتبعية والاستعمار الثقافي وغير ذلك مما أشرنا إليه سابقا ومعالم الغزو الفكري في محتوى الإعلام الدولي واضح الإكره والإخضاع في الثقافة الحالية في الإعلام الدولي نحو الثقافة الغربية وجعلها كثقافة وحيدة للعالم والثقافة هي الإنسانية الرائدة خلق الاستعداد لانفصال عن الجذور الثقافية والحضارية الوطنية وهذا أيضا غزو آخر أنه يفصل هذه المجتمعات النامية عن ثقافتها وحضارتها وأصولها ثم صياغة العقول لاستكمال البناء العقلي بناء على توجهاته ثم المشكلات فرض القيم والمعايير في إطار التبعية الأمركة والرسملة والعلمنة واللبرلة أي كلها من المصطلحات الكبيرة اليوم التي يتغنى بها اليوم العالم ويقوم الإعلام الدولي بالترويج لها وبفرضها وعلى العالم الدولي على العالم الإنسان أهم مخاطر وثقافة العولمة في الإعلام العربي يمكن تقرؤون هذا أهم المخاطر وأيضا أشرنا إلى بعض منها في إثناء حديثنا تقرؤونه إن شاء الله تعالى ثم نتائج تحول المعلومة إلى أشكال استعمارية واضح المعلومة اليوم كيف أصبحت تحول من معلومة خبرية إلى معلومة استعمارية في حال عدم التوازن وعدم المساواة في العالم تتحول من معلومة إلى شكل استعماري عقز الدول النامية عن التحول إلى مجتمعات معلوماتية أيضا هذا يعين على هذه الأشكال استعمارية بسبب المعلومة التي لا تنقلها إلى هذه المجتمعات التي تحصل إليها تحصل عليها فتجعلها في إطار العجز ثم أيضا السيطرة على المعلومات التي شكلت استراتيجية لتحكم الإعلام الدولي والعالم الغربي بهذا العام هناك أشياء أسباب عقز الإعلام الدولي العربي والإسلامي تقرؤونه ثقافة عامة إن شاء الله تعالى وهي مكملة أيضا لبعض المصائح الأخرى التحرر من التبعية الإعلامية والتضل الإعلامي وقد تحدثنا في درس مستقل عن التحرر لكن حتى نقول أنه خلال قرن واحد إن هزمت ثلاثة إيدلوهيات فاشية ولازية وشوعية يعني لن تظل اليوم الحضارة الغربية إلى آخر الزمان فكما تحطمت هذه الحضارات وكما تحطمت قبل أيضا حضارات قبلها ومنها الحضارة الإسلامية لا يمكن أن تبقى الحضارة قائمة بذاتها خاصة إذا وجدت عوامل للهد عوامل للهد ومن ذلك الظلم ومن ذلك عدم التوازن ومن ذلك الاحتكار ومن ذلك إلى غير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى زوال الدول وهو ما نراه اليوم في عالم الحضارة اليوم القائمة المسيطرة إذن بهذا القدر نكون انتهينا من درسنا مع انتهاء المحاضرة وانتهاء الزمن المقصص المحاضرة هذه تعينات أيضا بإمكانكم الوقوف عليها وهذا تكليف بإمكانكم أيضا الوقوف عليه بالإضافة إلى الأشيطة الواردة التي قمت في الكتاب بمزيد من الباحث والأدوار المجتمعية التي يمكن أن تقوم بها وبهذا القدر نكون انتهينا من هذه المحاضرة وانتهينا أيضا من محاضرات هذا الكتاب ترجمة نانسي قنقر